بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً من بحاراتكم جميعاً النهاردة وإحنا بنودع شهر يوليو هذا الشهر شديد الحرارة وشهر أغسطس القادم دول أهم وأصعب شهور السنة عموماً في مصر شهر يوليو وشهر أغسطس والحمد لله يعني الحكومة فيه وعادتنا خلال الفترة الماضية إنه خطة تخيف الأحمال هتنتهي في الأسبوع الثالث من شهر يوليو والحمد لله إحنا النهاردة بنودع شهر يوليو والحكومة وفت بالتزامها في هذا الإطار الحقيقة الحكومة الجديدة بتقوم بمجموعة من الأنشطة مجموعة من التحركات التي تتناسب مع التكلفات التي كلف بها الوزراء الجدد خلال الفترة الحالية وبنتابع شغل الحقيقة فيه أشهر صعبة جداً تحركات من رئيس الحكومة من الوزراء المعنيين خاصة وزراء الطاقة اللي هو وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لأنه الاتنين مرتبطين ببعض عشان النور يبقى شغال والكهرباء لا يعني يحدث لها انقطاع فبالتالي لابد من الكهرباء تمون وتفول محطات توليد الكهرباء يعني البترول بتوفر طاقة للمحطات الكهربائية عشان تشتغل وده شغال أعتقد يعني في ثانية الأخبار هقول لحضراتك ولكن النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل لوزير التعليم وعرض وزير التعليم خطته للفترة القادمة والحقيقة يعني السيد الرئيس كان في الاجتماع طبعا الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وتناول هذا الاجتماع زي ما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عرض من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية على رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثل المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية حيث تم في هذا الصلاة استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير أليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية السيد الرئيس أكد على الأولوية اللي بتمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم خاصة لعنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة بما ينعكس على جولة الخدمات التعليمية التي يحصل عليها أبناء وأبنات مصر في المدارس يبقى النهاردة السيد الرئيس بيلتقي مع السيد محمد عبداللطيف أو الوزير محمد عبدالطيف وزير التعليم في قصر الرئاسة بمدينة العالمين الجديدة من رئاسة إلى رئاسة الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في جولة تفقدية في مدينة العالمين الجديدة وقبل الجولة كان يعني مجموعة تصريحات ولقاءات ويوجه دولة رئيس الوزراء وكان بيستعرض مشروع رأس الحكمة وتسليمات أبراج العالمين والتجمع العمراني في غرب الضبعة ووجه بسرعة تسليم والانتهاء من تسليم التعوضات لأصحابها من سكان المناطق الشمالية الغربية من القبائل والبد والعوائل اللي هناك وده نقطة مهمة جدا جدا انه الدولة بتسارع الزمن للوصول إلى اعطاء كل زي حق وده النهاردة كان بيتكلم فيها مصطفى مدبور رئيس الوزراء اللي وجه بمتابعة موقف تعوضات الاهالي بمنطقة رأس الحكمة وسرعة الانتهاء من هذا الملف طبعا اتكلم نهاردة على تسليم الأبراج يوم 15 أغسطس والتزام بالمواعيد والحقيقة برضو كان بيتكلم على التجمع العمراني في غرب الضبعة وكان حضر هذا اللقاء شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموانس أحمد إبراهيم رئيس مدينة العالمين الجديدة وعرض مسؤول وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبعا رئيس وزارة اتكلم على المخطط العمراني لمنطقة الساحل الشمالي الغربي اللي بيبدأ من العالمين ثم الضبعة ثم رأس الحكمة ثم مطروح ثم سيدة براني ثم السلوم بمسافة تصل إلى 500 كيلو متر على واجهة البحر الأبعد المتوسط والانتقال من مرحلة أنه يتم بناء قرى سياحية في الساحل الشمالي بشكل فوضوي وعشوائي إلى إعادة تأهيل المنطقة وعادة تخطيط المنطقة لكي تستوعب 35 مليون مواطن مصري من الآن وحتى عام 2022 رئيس الوزراء تحرك في الجولة التفقدية للمشروعات الموجودة في مدينة العالمين وقال العالمين ده مشروع حضاري مميز بتوليه الدولة اهتمام خاص بما أشهد بما أشهده من تنفيذ منشآت سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية ويتكلم طبعا على الأبراج الشاطئية وتكلم على الوحدات اللي جاهزة آآ لتسليم وتكلم على مشروع سكن مصر ويتكلم على آآ باقي المشروعات التنموية والتجارية والترفيهية والتراثية داخل آآ مدينة العالمين الجديد زي ما حداكم شايفين ده مرور من رئيس الوزراء على آآ الوحدات الحي اللاتيني والوحدات الشاطئية والوحدات في سكن مصر دي العالمين يا جماعة أنا كنت فيها من يومين يوم الخميس اللي ماضي هيا زي ما قلت لحضراتكم الشعيري الكلام تاني الوضع بشكل عام مبشر ويدعو للتفاؤل لأنه آآ المدينة واعدة مدينة ليست فقط مدينة للأغنياء وإنما مدينة للجميع مدينة للمصريين مدينة بكل طبقاتهم للأثرياء والمصطورين وابناء الطبقة الوسطى وأيضا للناس اللي بي يحاولوا أن هم ينتقلوا من يعني فيه واحد قابل رئيس الوزراء قال له أنا كنت بحلم يبقى عنده قوضة غرفة النهاردة عندي وحدة كاملة يعني من يذهب إلى العالمين احنا بنبين وبنظهر بس الجزء الشاطئي لكن ما وراء الجزء الشاطئي من مشروعات اسكان اجتماعي من مشروعات ساكر مصر مشروعات زراعية صناعية الليجستية الموضوع يعني بعيد تاني أنه لقائي مع عمدة العالمين أظهر وأوضح وأبان الحقيقة يعني وكان عندي هدف أساسي من استضافة واحد من أبناء المكان الأصليين مش واحد من السكان اللي راحوا اشتروا مكان وبتكلم على العظمة وبتكلم على الرقي والروعة لا 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 أنا كنت عايز قلت الزميلة عايز حد من أبناء الإقليم من أبناء المكان من أبناء المنطقة يعني ابن المكان وابن المنطقة وكان أفضل واحد هو العمدة بتاع العالمين والراجل كان موجود معايا مبارع الحقيقة أو مبارع العمد ياسين والراجل تكلم كلام خلاصته إنه إحنا انتقلنا نقلة نوعية غير مسبوقة اتكلم ببساطة الراجل وانا يعني زيعت هذا الكلام ومحضوط على الصفحة ده صوت الحقيقة الراجل كان بتكلم بيقول إحنا كنا هنا معرضين بأزيد الدول التانية كل بيت فيه واحد ميت النهاردة إحنا موجودين كل بيت بيشتغل كل بيت بيكسب كل عيلة بتشتغل كله بياخد حقه في الأرض كله بياخد حقه فيه إنه يشارك في المشروعات قال إحنا في حلم والحقيقة كنا نظن أن ده عمره ما يتحقق وتكلم كلام موجود يعني على الصفحة للي عايز يشوفه فأنا لما رحت مدينة العالمين بقول لحضراتكم الصورة في الواقع أكتر ثراءا وغنى من الصورة اللي بنشوفها في التلفزيون الصورة مختلفة تماما الكاميرات مهما كانت لن تستطيع أن تنقل كل الحقيقة لن تستطيع أن تنقل أيضا مشاعر الناس أنا رحت يوم الخميس وصلت الساعة أربعة مساء طلعت هوا الساعة ستة لقيت الساعة ثمانية ومن ثمانية لتسعة وان راجع اتحركت خرجت بره على مين رجعت على القاهرة وصلت الساعة عشر أو حداشر بالليل في هذا اليوم خرجت بجملة حقائق جملة الحقائق أنه فعلا ده ثمرة لمشروع كبير جدا إعادة تخطيط الدولة المصرية ده العمد ياسين وابتكلم وبيقول أنه أهالي العالمين وأهالي الساحل الشمالي الغربي استفادوا استفادات قصوى لم تكن متخيلة ومنتظرة وموجود هذا الكلام على الصفحة خليني أروح من رئيس الوزراء إلى الحكومة حكومة بتعملين نهاردة أول حاجة وزير التموين الحقيقة الدكتور أشرف فاروق وزير التموين كان فيه جولة لمحافظة اسكندرية بصحبة الفريق أحمد خالد محافظة اسكندرية والحقيقة وزير التموين الدكتور شريف فاروق قال أنه مركز الخدمة بيتم تطورها بيخرم ربعون في مركز خدمة وقال بنتابع يوميا جولة الخبز المدعم وقال أنه الخبز لن يرتفع تمنه اللي هو الخبز المدعم اللي هو بيعشين قرش لن يرتفع تمنه ولا يتأثر وزنه خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود خاصة استدار خلال الساعات القليلة الماضية وقال عندنا ما يكان لمخازن الجملة وتطوير المطاحن بأحدث المواصفات العالمية وقال هناك تعاون كبير بين الوزارة والاتحاد العام في التجارية للعمل على توفير السلع بكميات مناسبة زي ما تشايفين في الصورة هو قريب الوزير التموين ومعاه بصحبته الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والحقيقة يعني احنا متفقلين بهذا النشاط وهذه الحركة والانتقال من الإدارة المكتبية إلى الإدارة في الشارع أعتقد ده يعني يضمن النجاح وزير التموين قال عدم المساس برغيف العيش البلدي المدعم بعد زيادة أسعار سلار ده تصريح لوزير التموين وبتكلم كمان بيقول إن احنا بنوجه بتكثيف الرقابة على منافذ السلع ومراجعة الأسعار بشكل دوري وتكلم كمان وزير التموين قال منوصق مع الغرف التجارية على توفير السلع وكتابة الأسعار على العبوات وقال كمان إنه زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وقال إن احنا وجهنا بزيادة إجراءات الأمن الصناعي في مخازن الجملة حتى لم نتعرض لحرائق أو ما شبه ده أو في مطاحن إسكندرية ودي يعني الجولة اللي احنا بنقول دايما إنه الوزراء لما يتحركوا وينتقلوا من مواقع التوزيع وأماكن الإنتاج وأماكن التخزين نقدر نضمن ده فرن من الأفران وأعتقد الصورة دي مهمة جدا جدا يا جماعة لأنه إحنا من غير ما المسؤول يتحرك بنفسه ويشوف بنفسه التقارير لن تعكس الحقيقة والدكتور مصطفى مدبولي نفسه قال في مرة من كام شهر قال أنا يجيلي التقارير إن الأسعار تمام أروح أنا بالنفس أنزل ألاقي الأسعار مش تمام أكلمهم يقولك سنتبتتروح بقى في الأماكن الإليد بقى أو الأماكن واخد بعضي وروح لأماكن تانية ألاقي نفس الأسعار فبالتالي التقارير المسؤول الذي يعتمد على التقارير المكتوبة من المرؤوسين مش هينجح لازم ينزل بنفسه لأنه إحنا عندنا فيه ترقل للجهاز الإداري للدولة شئنا ما بينا عندنا فيه حالة خمول وظيفي عندي كثير من الناس عندنا لو المسؤول ما تحرقش بنفسه الموظفين الصغيرين هيكلقوه المسؤول أي مسؤول وزير أو مسؤول في أي مركز خيادي لو ما تحرقش بنفسه ونزل الشارع ونزل جولات ميدانية وشاف ووقف ويحتكب الناس وسأل الناس وسامع الناس أعتقد أنه مش هيحقق النجاح المطلوب وهيضيع وقت البلد ووقتنا ونيجي في الآخر نقول يا ريت اللي جرى مكان الصورة اللي قدامي بتاعت شريف فاروق صورة مشجعة بتدعو لي التفاؤل وبدايات خوية من تقريبا معظم الوزراء اللي احنا بنشوف شغلهم البدايات قوية وأتمنى أن هي تستمر بهذا الشكل وانا بتكلم عن الوزراء من وزارة التموين إلى وزارة الكهرباء وهي الحقيقة عندنا وزارة الكهرباء والبترول بي يوصلوا للب النهار من أجل أن لا تنقطع الكهرباء وعشان الكهرباء ما تقطعش لابد من توفير الوقود اللي هو المزود والغاز لمحطات الكهرباء من وزارة البترول فلذلك وزارة البترول بتطرح منقصة لشراء خمسة شحنات غاز مسال إضافية بالإضافة للواحد وعشرين حتى نضمن أن احنا نصل إلى الاكتفاء وعدم انقطاع الطيار الكهربائي واللجوء إلى فكرة تخفيف الأحمال مرة أخرى احنا كنا بنستالك في المنطوصة خمسة وثلاثين ألف ميجا النهاردة عشان درجة الحرارة بنستالك سبعة وثلاثين ألف ميجا طبعا وأنا بتكلم برضو على الوزراء عندنا وزير الزراعة علاء فاروق بيعلن أنه الوزارة انتهت وحلت أزمة نقص الأسميدة كلمت عليها يوم الثلاثة ويوم الثلاثين اللي فات وقلت فيه أزمة أسميدة وفيه عندما توقفت المصانع في مطلع هذا الشهر نتيجة وقف إمدادات الغاز فالإنتاج من السمات قل من الأسميدة قل فلما قل فبدأ التجار يلعبوا اللعبة إياها فبدأ تحدث أزمة في أسعار الأسميدة وبعض التخزينات وبعض الاحتكارات النهاردة وزير الزراعة بيعلن بشكل واضح أنه كان عندنا أزمة وجود أزمة في توزيع الأسميدة ولكنه تم الانتهاء من هذه الأزمة كويس الشفافية لكن تاني بقول معالي وزير الزراعة يعني إحنا يوم الاثنين والثلاثة اللي فار كلمنا ونشدنا سيادتك أنه نطلع نقول حاجة للناس عشان الفلاحين في حالة خايفين أنه الأزمة تمتد زي كرة التلج لكن الحمد لله النهاردة السبت وحدك بتعلن أنه كان فيه مشكلة وتم القضاء عليها ده ممتاز جدا لكن لو كنا طلعنا برضو ببيان يوم الاثنين او اعتقد كان هيبقى من الملائم لطمأنة الفلاحين في مصر طبعا في بدأ يعني تقارير بتكلم على أنه سعر الكيلو الكيلو واط بيكلف الدولة 223 ارش والدولة ببيعه ب126 ارش وطبعا المفرد ببقى في تحريك الاسعار من 126 حتى تخترب من 223 على فترات طويلة يعني عشان يصل يلغى الدعم كاملا عن الكهرباء بحلول عام 2030 يعني بعد 6 سنين من الآن لو احنا قدرنا نضبط اقاع تغيير هذه الفلسفة اعتقد ان احنا في سنة 30 نوصل لسعر ده الكلام اللي انا يعني يعني ان احنا نوصل لسعر واحد مفيش فيه دعم ده يعني بعد كام سنة اعتقد ان احنا لو من زمان عملنا هذا الكلام ما كناش وصلنا لهذا الامر وزارة الكهرباء استلفت 51 مليار جنيه عشان تسدد مستحقات وزارة البترول مش الكهرباء عشان تشغل عايزة غاز فبتقول لوزارة الكهرباء بتقول غاز قابا استوردوك من بره بقى دي كده اديني فلوس يقول له معيش يقول له ما اجيبلك من اين هي دي قصة باختصار يعني بالبلد فوزارة الكهرباء استلفت من مين بقى من البنوك استلفت من وزارة المالية استلفت من اي مكان 51 مليار جنيه عشان تديها لوزارة البترول عشان وزارة البترول تستورد غاز او مزود عشان تديلي الكهرباء عشان تشغل المحطات وزارة الكهرباء بتقول ان احنا يعني بنبيع الكيلو للمواطن 126 قرش والباقي من 126 لمتين 23 ده الدولة بتدعمه وتديلي وزارة الكهرباء طبعا في خسائر كبيرة جدا بقولك انه نتيجة ارتفاع اصعار الوقود العالمية ونتيجة تحريك سعر الصرف في مصر خلال شهر يناير الماضي قالوا انه سعر الدولار كان بتلاتين وفاصل تسعة النهاردة بخمسة واربعين او حاجة من هذا القبيل فبالتالي كل ده بيمثل عبق على وزارة الكهرباء ولكن ده مش لفت نظر الحقيقة لفت نظري قرار محمود عصمة اللي هو وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لي شركاته توزيع وانتاج قال لهم احنا بيتسرق طيار كهربائي برقم مخيف انا مش عارفه كامل حقيقة انا فاكر السنة اللي فاتت لما كنت بقول بيانات وزارة الداخلية الانجازات اللي عملتها وزارة الداخلية كان بتجيلي كل شهر تقريبا كنا بنقول انه كام قضية تسرق طيار كهربائي بكام فكنا بنعرف الرقم بالمليارات بالمناسبة مش ارقام سهلة فاحنا لما الدولة بتقول انا بكلف الكيلو واط 223 قرش ببيع 126 قرش هنا بقى احنا بنقول عايزين 223 قرش يكونوا بجد بجد يعني ايه ده اللي الدولة بتكلفه فعلا لكن فيه تسريب فيه تسريب من المصورة تسريب من اين تسريب من المصورة الام اللي هو الناس اللي بتسرق طيار كهربائي كميات سرقة الطيار الكهربائي كميات مهولة وضخمة جدا وهي اللي بترفع تكلفة الكيلو واط بالاضافة الى اسعار التقل على مال زادت بالاضافة الى سعر الصرف لكن ايضا سرقة الطيار الكهربائي ده جزء مهم جدا لذلك بقول اني لما اجا اقول سعر الغيف العش بيكلف الدولة جنيه وعشرين جنيه وربع وببيعه بريال بعشرين قرش بقول بس انا عايز اضبط التكلفة عايز اضبط التكلفة ده لكل الناس بالمناسبة لو احنا عملنا جودة او ايجادة في تنفيذ المطلوب يبقى احنا وصلنا ليه التكلفة الحقية دون هدر في العش او التكلفة الحقية دون سرقة في الطيار الكهربائي يبقى انا قفلت المنظومة لكن انا ماينفعش اسيمي للطيار الكهربائي بيتسرق والناس محتاجة اعادة تأهيل اخلاقي اللي هما بيسترقوا للطيار الكهربائي محتاجين ايضا الوعز بيش يجيب نتيجة لما اقول له حرام ما هو عارف ما هو حرام اللي بيسترق يقول لك وفيه ناس بتحللها لهم تقول له عم اسرق الدولة وما تشغيلش بالك مثلا بقول ان ده محتاج معاملة قانونية شريدة القسو اللي بيسترق الكهربائي ده قضية مخلة بالشرف وقضية اعتقد لا لا يجب ان يكون فقط صالح انا بقول محتاجين تغليص تشريعي للي بيسترق كهربائي زي اللي بيسترق من الدرائب هي هي على فكرة يعني الراجل اللي بيسترق كهربائي زي الراجل اللي بينش المحفظة الراجل اللي بيسترق كهربائي زي الراجل اللي بيمدي ايده على حاجة ياخده مش بتاعته الراجل اللي بيسترق كهربائي زي الراجل اللي اختلس اللي بيسترق كهربائي زي الراجل اللي خد راشوه على فكرة يا جماعة هي شبه بعض هي نفس القطعية الاخلاقية اللي اخلاقية ازاي انا بتعامل معه اللي بيسترق كهربائي الصالح معاه زي المسرحين اللي بسرقوا الناس احنا عايزين نسمي الأسماء بمسمياتها الحقية ما ينفحش أدلع القط أقوله ما مش مش هو حرامي كهرباء زي حرامي محفظة لا فرق بين هذا وذاك دي نقطة مهمة جدا 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 خلينا يا جماعة خلينا يا جماعة كم قولي يا سروت كم اهو سروت اهو لحقني برقم مهم جدا قال لي عندنا 13 ألف قضية سرقة كهرباء على عهلة سروت منصول 13 ألف قضية شغالة لكن حواليس السرقة دول مرفوع عليهم قضايا دول 13 ألف اهو شرطة الكهرباء تدبط 13 ألف قضية سرقة طيار كهربائي 13 ألف وواحد حرام هو اللي بقى قصته ده واحد غلبان ده شبط مش عارف سلق كهرباء عشان يعمل مش عارف الكشك بتاعه ده شبط حرام مالهاش اسم تاني بقوله هو المفروض وزارة الكهرباء الحملة القومية للقضاء على الحملة القومية للقضاء على سرقة الكهرباء أو سرقة الطيار الكهربائي مطردت لصوص الكهرباء ده يا جماعة موضوع مهم جدا يعني 13 ألف قضية دول 13 ألف واحد بيسرق طيار كهربائي بياكل من من لحم الدولة الحقيقية يا جماعة يعني مش عارف اقول ايه والله عموما يعني طبعا حد هيقول لي اسكان مادنوش عداد اصله وانا مرضوش مرضوش يديك عداد عشان معندكش رخصة مثلا خلينا نشوف بعض كلنا يا جماعة خلينا نشوف بعض وزارة الاسكان مع وزارة الكهرباء مع وزارة مع الادارة المحلية مع الاحياء مع المحافظين ما هو لازم كلنا نشتغل يعني انا بقول المفروض ارى اجتماعا وانا بقول لهو يعني انا ما اعرفش مين اللي يعمله واعتقل الدكتور مصطفى لحاجات دي في دماغه وربنا قوي لكن لو احنا جبنا وزارة الكهرباء وجبنا وزارة الادارة المحلية وجبنا السادة المحافظين وجبنا الناس المسؤولين عن شرطة الكهرباء جبنا المجموعة كلها وقعدنا نشوف عندي ادي عدد القضايا ادي السرقات ادي المحافظات واقول السبب ايه يعني اكيد فيه سبب بيجمع ضعف الرقابة فساد يعني معروفة الاسباب بتاعت السرقة زي ما احنا كنا من زمان بنقول سرقة الدقيق وسرقة مش عارف ايه والخبز المدعم وسرقة المواد البترولية المدعمة ادي سرقة الكهرب ببسطة جده الدولة بتشغل ومتنظم وفي الاخر حد بيسرق وانا هنا لا اقول انه ثقافة المجتمع بقى والدين والاخلاق والموعظة والحسنة واطلع اقول لي وزير الاوقاف الدكتور اسامة الازهاري عايزين حملة عشان خاطر الناس اللي بتسرق كهرباء ويطلع الدعاء والوعاظ يشرحوا للناس انا تقديري الوعظ ما بيجيبش نتيجة مع الحرام مش هسمعك ما اقول اللي بيسمعك انا واللي الناس اللي ما بتسرقش بيسمعوك وبيصدقوك وممكن عايد لكن لما يجي واحد حرامي هيبو الصنة بسخرية او مش في دماغه اصلا يعني لما يجي انا برضو كنت بتكلم على قضية تنظيم الاسرة والخلفة الكتير اللي بيجيبو تسع وعشرة وغيره فاحد قال لي يا عم انت بتكلم في ايه اللي بيجيب تسع وعشرة دول وقاعدين فيه يعني مساكن عشوائية او غيره مش بيتفرج عليك اسطر مش بتجوحش قلبك الناس اللي بيسمعوك ما عندهمش كرعيل او اتنين او تلاتة مثلا لكن اللي انت بتستهدفهم مش بيسمعوك ازاي نصل لهؤلاء كل دي قضايا مش عايزة تشتت بس عموما يعني وانا بتكلم على الوزراء عندنا دكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد احمد فجوك وزير المالية موجودين في ريدي جانيرو في البرازيل لحضور اجتماعات تمهيدية لوزراء المالية والاقتصاد لمجموعة العشرين اللي هتنطلق ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم في البرازيل ومصر هتشارك فيها رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عخرت مجموعة من الاجتماعات المهمة في اثناء زيارتها للبرازيل مع وزراء التنمية والاقتصاد في كندا وفي الامارات العربية المتحدة وفي المانيا وفي بريطانيا وايضا في انجولا وفرنسا منقشات مهمة جدا اجراتها رانيا المشاط مع ايضا المفاوضة الاوروبية لشركات الدولية وايضا الامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد وكمان نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد اللي هو بنك بريكس وكمان التقت مع رئيس البنك الدولي وهي رانيا المشاط محافظ مصر في لدى البنك الدولي والتقت بسيد اهو قدامنا حضراتكو انجا الهندي الهندي الاصلي يعني اللي هو رئيس البنك الدولي ومع رئيس مؤسسة التمويل الدولية الافي سي والمناقشات بين رانيا المشاط وبين هؤلاء المسؤولين كلها بتدور حول التنمية والتنمية المستدامة والمناخ وتمويلات المناخ وايضا التقارير اللي بتخرج عن الاخصاد العالمي بشكل كبير ايضا في البرازيل في ريود جانيرو كان وزير مالية الحقيقة تكلم كلام عاقل جدا يعني انا شايف ان وزير مالية من افضل الوزراء اللي بيتحدثوا بشكل دقيق ما فوش لا تطخيم ولا تقليل يعني ما عندوش نوع من لا تهوين ولا يعني تفخيم يعني هو بيتكلم بشكل بيقول نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي يوم في الساعة وعشرين ما قالش خلاص والله يكون له تمام وليس في الامكان امدع المكان قالك بنتطلع ان احنا اما نجتمع معهم يوم في الساعة وعشرين لانه يخرج من رودي جانيرو يطلع على واشنطن فيه اجتماعات صندوق النقد الدولي في المراجعة بتاعت يوم تسعة وعشرين قال كمان في لقاءه مع مدير صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات العشرين بالبرازيل قال نتعامل في مصر بتوازن شريد مع تدعيات جيو سياسية مركبة في اطار برنامج شامل لتحسين الاداء الاقتصادي نتطلع الى موافقة مجلس ادارة الصندوق على المراجعة الثالثة بالبرنامج الاصلاع الاقتصادي لمصري يوم تسعة وعشرين ايولو الجان نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مصر للحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من اجل وضع مصار دين اجهزة الموزنة للناتج المحلي في مصار تنزولي نستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الانفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية نعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الاسعار لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية للشركات قال كمان اولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الاسمارات الخاصة بالقطاع الخاص ودفع الانشطة الاقتصادية والانتاجية والتصدرية تطوير بيئة الاعمال لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصاد المصري جذب الاسمار الاجنابي المباشر تبسيط الاجراءات الخاصة بالضرايب والجمارك لعرض بناء التقى بين مجتمع الاعمال والادارة الضربية وتحسين الخدمات المولين دفع الاصلاحات الهيكلية والاسمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحليط المياه والبنية التحتية نعمل على التساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف الاجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الاجمالي ده تصراحات احمد كجوك وزير المالية النهاردة في ريو دي جانيرو ولقاءه مع مدير صدوق النقد الدولي زي ما حضرتك وشايفينها في هذه الصورة والحقيقة النهاردة برضو التقى احمد كجوك وزير المالية مع وزير الاقتصاد التركي وقال حرصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا لتحقيق المصالح المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين بالمناسبة انا بتكلم على اجتماعات ريو دي جانيرو في البرازيل لتحضرات مجموعة العشرين البنك الدولي يتكلم عن تباطؤ وطيرة التحويلات في عام تلاتة وعشرين التحويلات العاملين في الخارج مش لمصر بس على مستوى العالم لان التحويلات دي دول بتصدر عمالة زي مصر والهند ودول جنوب شارع اسيا والدول الافريقية بيصدروا عمالة الى الدول الاكتر تقدما وهذه العمالة بتشتغل فبتجيب فلوس وتعمل تحويل عكسي لبلدها البنك الدولي رصد التحويلات اكتشف انه في عام تلاتة وعشرين في طباطؤ وانخفاض وقالوا من المتوقع انها تنتعش التدفقات بنسبة أربعة وثلاثة من عشر في المية سنة اربعة ورشين وإحنا في مصر ملاحظين هذا الكلام بعد ضبط سعر الصرف بدأت التحويلات الخاصة بالمصريين اللي عاملين في الخارج تزداد وبدأت تصل الى مستوياتها العادية البنك الدولي قال في تقريب بتاعه موجز الهجرة والتنمية اللي أصدره النهاردة أو مبارح انه بعد ان حققت التحويلات الرسمية الى البلدان منخفضت ومتصدت بالدخل نموا خلال الفترة من سنة 21 لـ فقد شهرت تلك التحويلات تراجعا في عام 23 لما يقدر بنسبة كام 656 مليار دولار انخفاض تخيل 656 مليار دولار انخفاض في تحويلات العاملين في الخارج لبلدانهم كل البلدان بقى طيب قالك انه متوقع ان التحويلات نسبتها تزيد بنسبة 22 في عام 24 وطبعا بالنسبة لعام 23 زادت التفقات التحويلات الى منطقة امريكا اللاتينية والبحر الكريبي 7% 7-17 ومنطقة جنوب اسيا 5-12% شرق اسيا والمحيط الهادي 4-12% منطقة افريقيا جنوب الصحراء تراجعت 3-10% شهرة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عشان مصر فيها انخفاضا بنسبة 15% وشهرة منطقة اوروبا واسيا 10-13% يبقى احنا انخفرت 15% في سنة 23 كانت سنة صعبة جدا جدا علينا وقالوا تكلفة التحويل عشان العامل في الخارج يحول لبلده بـ 2 دولار دي بتتراوح بقى تكلفتها 6% 5% 2% الى اخير في كل احوال في اتجاهات اخليمية للتحويلات مباشرة خلال المرحلة القادمة وانخفض تدفقات التحويلات الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 15% زي مقولت لحضراتكم لتصل الى 55 مليار دولار في عام 2023 وطبعا ده بيرجع عشان مصر موجودة في المنطقة ومن اكبر الدول اللي فيها عدد سكان قدام حضراتكم اهو ادي اكبر دول متلقية للتحويلات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سنة 23 ده بالمليار دولار مصر كانت 19 ونص سنة 23 اهو وبعدين المغرب بعدنا اللي بتصدر عمالة وبعدين لبنان اردن ضفة القربية وقطاع غزة تونس الجزائر العراق لجبوتي ده التحويلات مصر اكبر دولة بيجي لها تحويلات من العاملين في الخارج عشان اكبر دولة بتشارك في تصدير العمالة والخبرات المدربة في الخارج طبعا هنا النسبة المقوية من اجمالي يعني الفلوس اللي تجيلي من بره نسبة قديم ناتج المحل اجمالي لبنان اكبر دولة 30% تلت ناتج المحل الاجمالي لبنان جاي من تحويلات العاملين في الخارج اهو الضفة الغربية 18% 8% 8% 8% تونس 5% مصر 5% اخد بالك مصر اكبر دولة بتجيب اه اه عاوائد ودولة 5% بس لان الناتج المحل الاجمالي بتاعي متنوع من مصادر متعددة استثمارات الاجانب في ادوات الدين المحلية في مصر بتسجل 35.4 مليار دولار ده اعلى مستوى على الاطلاق اللي يبنسميها الاستثمارات الايه الساخنة ادوات الدين المحلية ارتفعت استثماراتها اه الخاصة بالاجانب في ادوات الدين المحلية 8.5% في ابريل 24 على اساس شهري اللي تبلغ 35.42 مليار دولار مسجلة اعلى مستوى على الاطلاق طبعا فيه بيان صدر من البنك المركزي بيان شهري المصر جاذبت استثمارات اجنبية غير مباشرة في ازون الخزانة بنحو 21.18 مليار دولار خلال اول شهرين من تحريس سعر الصرف في مارس وابريل الماضيين انا يعني طبعا ده خبر مفروض كويس لكن انا بحطي ايدي على قلبي ليه لانه الاساسمارات الساخنة لا يجب ان نطمئن لا الاساسمارات الساخنة عاملة زي الحية المالية عاملة زي الحنش المالي اول ما تلاقي ربع في المية زيادة في اسعار الفايدة في امريكا ولا اوروبا يسحب فلوسه ويعريك المتغط بالاموال الساخنة انا بقول اهو وانا بقول من اين هو انا خبير اقتصادي ابدا هو انا خبير مالي ابدا انا من كتر الحزن تعليمنا البكة عرفنا بقى القصة ايه نفرح بالاموال الساخنة ونسقف الاموال الساخنة فاكر كان عامل دكتور محمد معيد الاموال الساخنة جات جاء مليار اتنين مليار الى اخره لغاية تم جافت مرة سعر الفايدة في امريكا زاد ستة في المية وصل لخمسة في المية كان ايه الرقم التاريخي اللي حصل بسرعة في ظرف اسبوعين كل الاموال الساخنة هربت لقى صاحب فكرة الاسمار في الاموال الساخنة بيدور على كلمة ساخنة يعني ايه مش مستقرة بتجري حسب الربح بيجري يدور على اي حاجة ياخدها زيادة فانا بقول تاني اقتصاديا وبالبلدي بقول للمصريين ومعرفش الكلام ده يعني كلام دقيق علمينو لا لكن بقول انه المتغطي بالاموال الساخنة اريان لا امان للاموال الساخنة لذلك ان احنا لا يجب ان احنا نعول عليها لانه لو تشفطت وتسحبت مرة واحدة هنتكشف هيطلع سعر الدولار كذا وكذا وكذا الاخر بمناسبة سعر الدولار صحيح في حد كتب بوست هاجيبه لحضراتكم بيقول فيه انه الدكتور محمود محيددين بيقول اهو واحد اسمه علي عبدالبر يلتك بقول يا شباب بيقول محمود محيددين المدير التنفيذي لصدوق النقد الدولي نقطون في بعض السعر العادل للجنيه امام الدولار هو 150 جنيه ده مين اللي كاتب هذا كلام الاخ علي عبدالبر ده على لسان مين محمود محيددين فانا اعتدور الدكتور محمود قال الكلام ده امتى اعتدور ادور ادور واعمل سرش على جوجل وسرش على كل المنصات البحث مش لاقي اثر لفكرة انه الدكتور محمود محيددين قال هذا الكلام اللي هو 150 وانا كنت معا من اسبوعين ما الراجل تماما يعني ما فيش اي اشارة حتى غير مباشر في هذا الموضوع اضطرت اسأل الدكتور محمود محيددين لم يحدث لا تصريحا ولا تلميحا ولا في اي مناسبة ولا بأي شكل ولا حتى في الافق ولا حتى في التفكير ان هذا قال لي ما عرفش الناس بيجي كلام ده ما عرفش الكلام ده بيجي منين للناس او بيقوله ازاي فانا باسأل الاخ علي عبدالبر ده يريد تجيبولي يا ولاة يعني انا مش عارف الراجل ده جاب المعلومة ده من ايه انا باسأله بقوله يا سيد علي ان كنت شخصا حقيقي يعني مش مش من الناس اللي هم بيحاجات فيك يعني فقول لنا والله انتسمعته فيه قل لنا يعني مش خاجلانين يعني يعني حتى دكتور محمود نفسه يشوف يعني هو قال الكلام ده امتى بس انا باسأل هو ليه حط اسم الدكتور محمود محددين وليه قال ان السعر العادل للجنيه 150 وليه قال دلوقتي مين علي عبدالبر ده بل لازم نعرف لازم نعرف لانه الموضوع ده لو احنا تتبعناه اكيد فيه حاجة اكيد الراجل ده ورع حد ايه اللي قول كده حد شغال انا معرفش انا معرفش بس ده لانه ده كلام كذب ده كلام كذب لانه الراجل الاسم محتوط قال ما قولتش هذا كلام وخليه يطلع ايو حاجة فبالتالي ده بيقلف كلام على لسان مسؤول اقتصادي ومالي كبير دوليا يعمل لغط هل المقصود يا سيد علي يا عبدالبر انك تعمل لغط ولا هل انت تكلمت كده حلمت ان محمود محددين قال كده ولا حد قالك ما انا برضو لازم الموضوع ده مش هنسيبه عشان نعرف ايه مين بيطلع اخبار وشائعات على الاقتصاد المصر هل هي كده يعني انت قمت من نوم وحدسك شيطانك انه سعر الدولار هيبقى 150 جنيه فجبتها فحمود محددين ولا هل فعلا يمكن تتصل بك الدكتور محمود قال لك انا بقول لك ايه اللي بيحصل الدكتور محمود يؤكده تماما التأكد وانا اتأكدت من كل مصادري انه لم يحدث هذا كلام ولن يحدث طبعا بس انا بقول الناس جابيته ازاي الناس جابوه ازاي ليه ليه هذه الشائعات يا جماعة ليه بمطلع شائعات بهذا الشكل يعني انا انا لا ارى انا لا ارى انه في حسن نية ابدا لانه واحد عائل يحط بوست في هذا الكلام اعتقد ده يبقى يعني واحد جبار او فاجر يعني يعني صراحة يعني يعالم يعني لهو قال انا ارى انا اتوقع هو حر اقول رأيه غلط لكن يقول محمود محيددين قال كده هنا وقع فيه فخ الاخبار الكاذبة التي يجب ان يساءل عنها مين هو انا معرفش زميلة مش هتيني جبوه بس انا يعني بقول لهم طب يلا هتوهول يلا اهو يلا هتوهول اهو اهو لما ده اللي ابني هتلي ابني الراجل اسمه ايه نفسه لا 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 في واحد اسمه علي عبد البر اهو ما عندي على بتاعه فهم بدأوا يشكلموا بقى يعلقوا عليه لما معمود محيددين يقول ان الدولار هيوصل لمية وخمسين جنيه خلال شهور فياجب ان توقف ونتساءل ده مين هتلي ابني لو عندك حاجة تاني يعني الموضوع صاروا دولي ده لجان يا رئيس اهو 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 لا لجان صحيح ماهر حسن اهو لما معمود محيددين يحذر دولار كذا كذا كل الطرق لصلاح سلم ده لجان شغالين فهمتوا الموضوع ايه يعني انا خلاص تأكد مية في المية وانا عارف الالعيب القزرة بتاعت الاخوان هو اشتغلوا عليها خلاص واحد حط بوست اهو قال انه يا ريت يا محمد طلعت تجيب لي لو انت الكاميرا بتاعتك تنفع تيجي عندي اهو اهو هي دي معرفش تيجي عندك ولا مطارش اهو اهو يعني اهو اهو ده 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 عمل الفتنة في الاول هو ده اهو اهو شايفين اعتقد ده واضحة يعني عموما يعني خلاص خلاص فالراجل دوت اللي هو الاخ الاخ علي دوت يعني لازم نشوف ايه قصته لو فيه شخص بالشكل ده بجد يعني لازم يتساءل اهو لانه ده واحد بيع بس وانا بقول يا جماعة لن نقبل بالعبد في حملة هو موجودة هو مصريين على وسائل التواصل الاجتماعي من الاخوان بتقول انه سعر الدولار هيبقى كزا ده بيحاول يعمل بقى ايه فتنة عشان اللي بيحاول مبارا يتوقف يستنى ما يبقى 150 والراجل اللي عنده فلوس في البيت يقول لك خليها يمكن هيبقى 150 واللي عنده فلوس في البنك يسحبها عشان هيبقى 150 فهمتوا عايزين 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 يعمل رابكة تاني لسعر الصور يعمل رابكة تاني يرجعنا تاني لأجواء سنة 23 ارجو ان احنا ننتبه انا بقول ارجو ان احنا ننتبه وارجو انه هذا الرجل او هذا التشكيل العصابي او الزباب الالكتروني او الاموش الالكتروني يجب ان احنا نشوف اصله فين اصل الموضوع فين والعمل هذا الكلام يحاسب ويعاقب لانه هو ده جماعة الشائعات المغرضة دول مجموعة تجار عملة مثلا حالهم وقف هاتلي يا ابن اهو اهو هو الاخ ده بقيت تخشي على صفحيته يا سهر وتجيبهو لي الراجل ده انا بقيت دخلت على صفحيته موجود يعني ده شخصية برضو عايزين نشوفه انا انا مصر انا مصر بقى للجهات المعنية ان هي تشوف مين هو علي عبدالبر انبنى دخلت على صفحيته على الفيسبوك وعدت اشوف لا لقيته يعني هو مش عايزة انا احكم احكام لكن بقول لما حد يقول محمود محيددين هو بيقول اهو محمود محيددين المدير التنفيذ لصدوق النقد الدولي سعر العادل الجنيل امام الدولار هو 150 جنيه الراجل عمل هذا الكلام اللي عمل هذا الكلام هو اللي قاله هو مسئول يوس اجبته منين احنا تأكدنا مئة بالمئة ومن الدكتور محمود محيددين ان هذا الكلام لم يصدر منه على الاطلاق لا تصريحا ولا تلميحا ولا حتى عن قناع مفيش قالص هذا الكلام يقوم الاخوان ياخدوا هذا الكلام يدوروه التدوير المعروف عندهم يبقى فيه عصابة بتستهدف محاولة ضرب سعر الصرف الملتقر في مصر والعودة بنا الى المرحلة الحقيرة اللي احنا عشناها تحت امر تجار العمل طيب الدكتور ادارة الاعمال والتسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس مستشار اداري وتسويق وخبير تدريب دولة اهو يعني فيه شخص حقيقي اسمه علي عبدالبر والبوست ده مكتوب عنده اهو انا بسأل الدكتور دكتور علي اهو اهو ليه جبت هذا الكلام قلتوا منين من قاله لك عايزين نعرف هذا الكلام ولا ولا حد مألف برضو يعني حد عمل الصفحة دي وحاطت اسمك انا معرفش شوفوها يا ولاد اكدوا يمكن برضو الراجل يمكن مظلوم يمكن حد خد اسمه وحاطت هذا الكلام زي ما بعمله معنا الله اعلم اكدوا الموضوع بس الموضوع ده ما يمرش اما اما تم استخدام الاكاونت بتاع الدكتور عبدالبر في غير موضوعه زي ما بعمله معنا كتير واما هو كتب هذا الكلام احنا عايزين نعرف الموضوع قصده ايه عشان نعرف فين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان في هذا الامر مع كامل احترام للجميع وبقول الموضوع بين ايدي جهات التحقيق لانه الكلام ده خطير جدا الدكتور محمود لم يقل هذا ايه 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 طيب ساروت بقول ده حساب حقيقي لكن هذا الكلام ده موجود على حسابه رجعوها شوف الموجود خلاص طيب يبقى لازم يرد يقول لنا جاب الكلام ده من ايه عموما يعني وزيرة الخزانة الامريكية جانت ييلن قالت يوم الخميس على هامش اجتماع وزراء المالية اللي موجودين في رودي جانيرو في البرازيل قالت امريكا لا ترى حاجة لاتفاق عالمي لفرض ضرائب على الاثرياء في مشروع كده مطلوب من اتحاد اوروبي ومن اتحاد افريق يمكن اسيان دول الاسيان انه يبقى فيه ضرائب تنصيق عالمي للضرائب على الاثرياء وقالوا ان فرنسا واسبانيا وجنوب افريقيا وكلومبيا والاتحاد افريقي بيدعموا فكرة البرازيل اللي بتسعى للتواصل الاتفاق عالمي بشأن فرض ضرائب على اغنى الاغنياء في العالم لكن امريكا بتقول انه احنا لا نرى حاجة لهذا الامر وطبعا امريكا مش هتسمع كلام الدول او صوت الجنوب قبل ما طلح فاصل قصير المتحدث العسكري قال ختام فعاليات مؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات بالاكاديمية العسكرية المصرية اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات اي تي سي ايجيبت 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة اي اس اي سي 2024 ومشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصين في المجالات العلمية والتكنولوجية في مختلف دول العالم والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة ايام بالاكاديمية العسكرية المصرية وطبعا في ختام المؤتمر نقل لواء اركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي ومتحيات وتقدير فريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة والدريد الدفاع والدجل العربي والفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم ومؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي تنمية الابتكارات الاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة تم تكريم الفائزين بالمراكز الاولى في المؤتمر لعلمي الدول الرابع للصلاة ومسابقة الانتقارات العلمية واعرف المشاركون عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدم القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العالمي الهام العلمي الهام وتطلعهم الى ان تشهد المرحلة القادمة المزيد من اقترات العلمية والبحثية خليني استأذنكم فيه فاصل قصير ثم نعود لنواصل باقي فقرات وملفات هذه الحلقة ابقوا معكم اشتركوا في القناة 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 البريمو من السبت الى الخميس الحدية عشر مساء على تان تيفي هذا البرنامج برعاية دخبة من خيرة الرجال يبذلون الروح والدم متى تطلب الامر ذلك؟ موسيقى اقسموا ان يظل ولاؤهم المطلق لمصر وشعبها العظيم موسيقى اهلا بحضرتكم من جديد تابعتم بالتأكيد زيارة بن يمين نتنياهو الى امريكا وخطابه الرابع في تاريخه السياسي في الكونجرس الامريكي بغرفته مجلس شيوخ ومجلس النواب ولمدة ساعة بيتكلم نتنياهو الحقيقة بيتكلم بغرور شديد بصلف شديد بحاول يخوف الامريكان انه احنا وانتوا في مواجهة تحديات الارهاب الاسود واحنا مع بعض وامن امريكا كان بيتكلم بشكل في نوع من التجاوز الوطني انجاز التعبير لكن في كل الاحوال عنوين لهذه الخطبة وهذا الخطاب اللي استمر ساعة تم التصفيق له اكتر من خمسين مرة وقوفا وتصفيق بشكل كان هو عنده خبرة في كايتية التعامل مع السياسة الامريكيين عارف امتى بتكلم عشان نستسقف امتى يقفوا فكان يتلاعب بالالفظ في كل الاحوال يعني اتكلم كلام اكيد سمعتوه وتابعتوه غزة منزوعة السلاح وخليها من المتطرفين واحنا في طريقنا لكي ننتصر تنتصر قوى الحضارة على قوى الشر وبيقول انه حزب الله يعني لضمان امن اسرائيل هنستمر في تبادل قصف مع حزب الله وبيتكلم على يعني الكثير من الامور اللي احنا عارفينها منه مفيش جديد لكن ردود الافعال حركة حماس قالت انه هو يعني بتتكلم كمجرم حرب وكان يجب اعتقاله كمجرم حرب في امريكا يائر لبيد اللي هو زعيم المعارضة قال خطاب نتنياهو امام الكونجرس عار ده زعيم المعارضة الاسرائيلية وبيني جانتس قال انه لم يتحدث عن الميترهينة وكأنه لا يعرف من كان رئيس وزراء اسرائيل والمسؤول عن الكارثة سيموتريتش قال ده انا فخور بالكلام اللي قاله بين يمين نتنياهو وايضا النائب الجمهوري في مجلس النواب توماس ماسي قال انه لن يحضر وكتب على منصة اكس الغرض من مخاطبة نتنياهو الكونجرس هو تعزيز مكانته السياسية الداخلية وطبعا فيه جزء كبير جدا من الناس من الحزب الديمقراطي ما حضرش زيارة نتنياهو الى واشنطن ولقاءاته بتكشف عن تحول مواقفه وتدعيات حرب غزة وقالوا انه راح في ظروف استثنائية وفي استخطاب في الانتخابات وبعد اعتذار بايدن ودخول هاريس لكن في كل احوال فيه مقابلة بين نتنياهو وبين بايدن كانت مقابلة كلاسيكية فاش جديد ترحيب من بايدن به ثم مقابلة مع هاريس لم تستمر ثواني وقالت له يجب ان تتوقف الحرب في غزة وبالمناسبة بيلوسي نانسي بيلوسي وكمالة هاريس ما حضروش الاجتماع اللي فيه خطبة بين يمين نتنياهو وراح على فلوردة استقبله الرئيس السابق والمرشع الحالي ترامب وقال له يعني انه بيدعم اسرائيل بشكل واضح جدا وفيه نائبة ديمقراطية قالت انه من من ملء القاعات بناس عاديين مش سيناترز ولا نواب ده كان نوع من الفضيحة السياسية وقال وفق احصاء اجراه اندرو سولاندر مراسل موقع اكسيوس الامريكي في الكونجرس قال ان ما يقرب من 100 من اصل 212 عضو ديمقراطي في مجلس النواب و27 من اصل 51 ديمقراطي في مجلس شيوخ والمستقلين من الحزب الديمقراطي موجودين في القاعة لحضور خطاب نتنياهو يبقى من 212 حضر مية من 51 حضر 27 يعني 127 263 والباقي ومرضاش يحضر في الكونجرس الامريكي يدعوت احرنط قالت هارس تغضب المسؤولين الاسرائيليين بتصرحاتها حول غزة ده يدعوت احرنط قالت ان احنا زعلانين من تصرحات هارس اللي تكلمت فيها وقالت نأمل قال ان الوضع الانساني الصعب في غزة لا يمكن تجاهله هي قالت كده كلام وفقا لي يدعوت احرنط لكن شاتام هاوس قالوا انه هارس ستمثل تغييرا في الموقف الامريكي من حرب غزة ده برضو وقالوا ان فيه تحول في السياسة الامريكية بلومبرج قالت السياسة الخارجية ستفرض نفسها على حملة هارس خلال الانتخابات الرئاسية والحقيقة يعني بيتكلموا على انه الشعب الامريكي ما كانش بيهتم او بالسياسة الخارجية في المعارك الانتخابية تم بجيبه والوضع الاقتصادي وغيره لكن المرة دي بتفرض السياسة الخارجية نفسها على الاجندة الانتخابية اما نيويورك تايمز قالت خطاب نتنياهو بالكونجرس كان استعراضيا ولم يقدم شيئا جديدا ده الكاتب الامريكي سيرجي شميمان قال في مقالب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية بعنوان العرض الخطابي الناجح لنتنياهو كان استعراضيا في الاساس اما الكاتب الكبير توماس فريدمان قال نتنياهو زعيم صغير في لحظة تاريخية زعيم صغير في لحظة تاريخية وقال انه اليوم فرصة اكبر اهمية لعادة تشكيل الشرق الاوسط منذ اتفاقات كان بديفيد في السبعينات قالوا ادت الجهود ده هو بيقول توماس فريدمان ادت الجهود والرحلات المتقررة لبايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكين ومدير وكالات المخابرات المركزية بيرنز شرق امن القوم سيليفان قال منذ هجوم حماس في 7 اكتوبر الى ان يصبح امام نتنياهو قراران كبيران متشابكان يمكنهما ان يوقف القتال في غزة ولبنان وضع الاساس لتحالف امريكي عربي اسرائيلي جديد ضد ايران يوفره لبايدن ارسا ضخما في السياسة الخارجية ويغيره ارسل نتنياهو في الوقت نفسه اذا توماس فريدمان بيقول ان نتنياهو صغير في وقت حارج ترامب بقى للمسيحيين في المحافظين قال لهم صوتوا هذه المرة ولن تضطروا للتصويت مجددا ده المرشح الامريكي ترامب وقال ان احنا قال يعني كان فيه جلسة جات في مقطع فيديو متداول بشكل واسع عن قمة سمها قمة المؤمنين في ولاية فلوريدا وقال انه التزوير لن يحدث هذه المرة واهم حاجة التصويت وترامب قال كان بيهاجم كمال هارس وقال لا تحب اليهود وخانت اسرائيل حليفة الولايات المتحدة الامريكية خلينا نروح لسيد ماك شرقاوي صديقنا العزيز من الولايات المتحدة الامريكية وهو المتخصص في الشأن الامريكي سيد ماك مساء الخير مساء الخير يا سيد ناشئة مساء الخير على جمهورك الكريم يعني بالتأكيد تابعت عن كتبه وبدقة زيارة بن يمين تنياهو الى الولايات المتحدة وخطابه امام الكونجرس وتدعيات ولقاءاته الخاصة المنفردة مع بايدن مع ترامب مع كمال هارس تعليقك على الزيارة ونتائجها وملاحظات سيادتك والله يا سيد ناشئة أنا يعني في أول تصريح بعد الخطاب بدقائق قلت عليه خطاب استعراضي عندما يأتي بجنود اسرائيليين ومنهم بدوي مسلم ويحييه على أنه يقاتل ضمن صفوف الجيش الاحتلال الغادر الاسرائيلي ولما يقدم أي حلول كنا نتوقع أن يقدم بن يمين تنياهو خطة اليوم التالي لوقف الحرب في غزة كمان يعني لم تكن هذه زيارة دولة فالمقابلة الفاترة التي قابله بها يعني الرئيس بايدن هي يعني تحصيل حاصن لم تكن زيارة دولة لم يتم دعوة رئيس بزراء الاسرائيلي لزيارة دولة وهي نوع من الإهانة له وليحكمته أن يعني خلال أربعة سنوات من إدارة بايدن لم يتم تقديم له دعوة لزيارة دولة اللقاءات اللي تقابل فيها هم أربع لقاءات اتنين في إسرائيل ولقاء في الجامعة العامة والأمم المتحدة على هامش الجامعة العامة وهذا اللقاء في البيت الأبيض عضاء الكونجرس الذين قاطعوا يتعدوا الخمسين في المي وأيضا كان المفترض أن ترأس هذه الجلسة المشتركة رئيس مجلس الشيخ وهي رئيس كاميلا هارس رفضت بل كانت موجودة في أنديانابروس في نفس التوقيت بتقول كلمة واعتقد أنها كانت تريد يعني صحب الأضواء من كلمة بينامينة تنياهو في الإعلام الأمريكي يعني مقصود من هذا الأمر ثم التصريحات التي قالتها ضد إسرائيل هي متمسكة بها ولا تأبه وأنا أعتقد أن ده ممكن يكون يعني دافع لها أنها لا تعتمد على إسرائيل وعلى اللوبي الصهيوني في الانتخابات القادمة مع خصم شارس زي رئيس السابق دونالد ترامب بل أن ابنة زوجها بتجمع التبرعات الأنرو وهي يعني حضرت احتفال في بورتوريكو في زيارة بورتوريكو وكان المجموعة اللي موجودة بتغني أغنية أسبانية بتدعم بها فلسطين ودعم فلسطين والقضايا فلسطينية وكانت منفاعلة وتتراقص مع الأغنية وصفقت كثيرا له فأعتقد أن لها يعني مواقف ضد ما تفعله إسرائيل بغض النظر عن دعم إسرائيل في التسليح والدعم المالي والدعم السياسي لكن هي تقول نحن نستطيع أن ندعم إسرائيل ولكن لابد أن نفرق في تصريح ما بين الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وقالت لابد أن نتعامل بشكل أصلب وشكل أقوى مع بنامين نتنياهو وأعتقد أنها غير مرغوبة من الصحافة العبرية وأعتقد أنها تم الهجوم عليها في هذا الأمر وهي يعني صوتها عالي في هذا الموضوع قالت سوف ندعمكم ولكن ليس على حساب الإنسانية هي مرأة وأول امرأة ستحكم الولايات المتحدة الأمريكية هو من أصول ملونة فبالتأكيد لابد أن تحمي هؤلاء النساء الذين يقتلوا وهؤلاء الأطفال الذين يقتلوا في غزة 40 ألف شهيد إلى اليوم أغلبهم من الأطفال والنساء في 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة تحت هذه الظروف من نقص الطعام ونقص الأدوية ونقص الأمور اليومية للنظافة ونظافة النساء أعتقد كل هذه الأمور بتضغط على المرأة التي تمثل مصالح المرأة وتمثل يعني حلم أن تصل المرأة الأمريكية إلى سدة الحكم وتكون هي سيدة البيت الأبيض عليها أن تنظر إلى الموقف من النحية الإنسانية وأعتقد أنه سوف هناك يكون ضغوط على وقف الحرب أيضا بايدن تحلحلة من الضغوط الإسرائيلية واللوبيا الصهيوني لا يحتاجهم في الانتخابات القادمة لأنه تنحى عن السباق الانتخابي سوف يكون هناك اختراقات لبيت الأبيض شفنا الدعوة إلى مؤتمر في سويسرا لحلحلة الملف السوداني أعتقد أنه سوف يكون هناك دعوة إلى حلحلة الملف الفلسطيني أعتقد أنه يريد أن يضع في سجله السياسي أنه قبل أن يسلم السلطة إلى الرئيس القادم حلحلة أكبر قضية مهمة في الشرق الأوسط أعتقد الأمور سوف تكون أفضل بعض الشيء سوف نصل إلى وقف إطلاق نار سوف نرى ضغوط على إسرائيل لقبول الصفقة للتبادل الأسرة ووقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة التي ستصلنا إلى وقف العملية العسكرية تماما وانسحاب القوات الإسرائيلية والدخول في مفاوضات حقيقية لإحلال السلام ووضع حل الدولتين نصب أعين العالم ككل وإذا كان هناك إرادة دوغية أعتقد قبل نهاية العام سوف نرى جديد في هذه الطلاق شكرا جدا سيد مكشار قاوي المتخصص في الشأن الأمريكي متحدثا من الولايات المتحدة الأمريكية وعندنا بالحقيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يميني تنياهو قال إن وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس المساد سأدرجى إلى روما خلال أعتقد النهاردة وبكرة لاستئناف المحادثات بشأن صفقة الرهائن وقف إطلاق النار في غزة كما أفادت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة أردس يوم الجمعة وأعتقد النهاردة وبكرة يكون فيه اجتماع في روما لرؤساء جزء المخابرات المصرية الإسرائيلية القطرية الأمريكية حماس قالت إسرائيل تكذب ولا تريد وقف عدوانه يالو يعني إسرائيل بتلفه الدور ومش عايزة تعمل عملية وقف إطلاق النار والدليل إن فيه تفجير لمحطة توزيع الميا فرفح محطة الميا اللي تم صيانتها خلال فترة بعد قصفاء أكثر مرة تم استهدافها من الجانب الإسرائيلي البربري الحقيقة إسرائيل يا جماعة بتمارس ما لم تمارسه يعني النازية أو قدام حضرتك هو تفجير لمحطة الكهرباء في غزة في رفح محطة ميا أنا آسف جدا محطة ميا ويعني البلد قدام حضرتكم ما فيش بلد يا جماعة دي ما فيش بلد البلد دي يعني أثر بعد عين أهو وهم بيفجروها حسب الله نعمل وكيل فعلا حسب الله نعمل وكيل فعلا حسب الله نعمل وكيل حقيقة يعني ده خارج إطار الإنسانية والله مش كلام إعلامي والله خارج إطار ونطاق الإنسانية وده لا يمكن يكون لأي أساس أخلاقي أكسيوس بتقول أكسيوس الأمريكية بيقول إسرائيل قدمت مقترحا محددا أو محدثا لصفقة التبادل ووقفة لق النار إسرائيل طبعا ما لاش تلمه وتروحوا تلفوا الدور وفي مفاوض إسرائيل قال شروط نتنياهو تضرب المفاوضات مع حماس في مقتل وفتحة قالت إنه في مجزرة ارتكبت في دير البلح وهي ترجمة عملية لتصفيق الكونجرس لمجرم الحرب بين يمين نتنياهو والله فعلا مجرم حرب والله فعلا مجرم حرب طبعا الجيش الإسرائيلي بدأ يجهز نفسه اللبنان بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين في خان يونس وده نتيجة غارة إسرائيلية على مدرسة دير البلح فيه 130 واحد توفى استشهد والعملية المستمرة في خان يونس من مووتة 170 شهيد خلال 6 ايام يعني فيه عندنا 170 شهيد خلال 6 ايام في اسبوع في اسبوع واحد 170 شهيد فلسطيني وفيه مدرسة دير البلح 30 شخص وتقول لي سلام ايه وزفتي ايه ومفاوضات ايه وحضرت ايه وغرب ايه وديمقراطيت ايه يعني لقد كفرنا بالديمقراطية على الطريقة الغربية وكفرنا بالسلام على الطريقة الغربية وكفرنا بحقوق الانسان على الطريقة الغربية اي سلام واي امن واي حضارة واي حقوق انسان بيتحدثون عنها واحنا شايفين هذه الصور التي حولت وقعنا الى الم احنا بنعيش في ايام مؤلمة الجيش الاسرائيلي بيقول هجمنا على لبنان سيكون حازما وحاسما لسه بقى بيخلص على حماس وغزة ولا كنا اروح لجنوب لبنان عشان اخلص على حزب الله هناك في جنوب لبنان طبعا الحدود فيه توطر وفيه ضربات وفيه رشقات متبادلة بين حزب الله وبين الجيش الاسرائيلي لكن مسؤول كبير في حزب الله الكل محاولات اسرائيل لتخريب المنظومة الجوية للحزب بقت بالفشل وإحنا واسقين من نفسنا بشكل كبير جدا لكن قبل ما ادخل الهوى كان فيه قتل تسع اشخاص دول معظمهم من الاطفال اهو قدام حضراتكم معظمهم من الاطفال والنساء في قصف يعني الحزب الله من لبنان استهدف قرية درزية في مجدى الشمس في الجولان السوري المحتل بقوا عشرة بصرد بيقول لي ومجدى الشمس اكبر قرى في الجولان السوري المحتل استقى على السفح الجنوبي لجبل الشيخ والتي لازلت تحت الاحتلال الاسرائيلي ترتفع مجدى الشمس عن سطح البحر بحوالي 1200 متر يبلغ على سكان مجدى الشمس ذات الاغلبية الدرزية حوالي 11405 نسمة بحسب تعداد عام 2021 طبعا مات منهم عشرة دلوقتي لكن مسؤول في حزب الله نفى تماما العلاقة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله نفى محمد عفيف قال رويترز دلوقتي حالا انه نفى مسؤولية الجماعة اللبنانية عن هجوم على بلدة مجدى الشمس في هطبة الجولان لتتلقى إسرائيل يعني بسرعة البيان طلع قال انه حزب الله اللي ضرب تسعة في مجدى الشمس في الجولان حزب الله رد قال لا مش احنا اللي عاملين هذا الكلام فبالتالي انا في تقديري ان الامر سيتكشف خلال الساعات القليلة القادمة لكن احنا امام حالة من حالات العبث الحقيقي عبث حقيقي غير مسبوك اسرائيل هي عنصر عدم الامان والسلام والاستقرار في المنطقة انا بقول اسرائيل دولة مارقة عن التوجه العام لهذه المنطقة التي يعني نكبت بوجود اسرائيل حقيقة وهما بيقولوا اعداء السامية وهنتوا اعداء السامية انتوا الاعداء الانسانية مش اعداء السامية اه قتل في دير البلح وضرب مدرسة ومذابح عبر التاريخ ودلوقتي بيكالدخل على لبنان ان كنتوا حقا صادقين وانا عرف انتوا غير صادقين في نواياكم ان انتوا عايزين تستقروا وتعملوا تطبيع في المنطقة اقامة دولة فلسطينية اللي مجلس الحرب الاسرائيلي ومجلس الوزراء الاسرائيلي من اسبوع الكنيس الاسرائيلي قال لا دولة فلسطينية يبا احنا بنتحق لبعض هو بقول ما فيش دولة فلسطينية ورايح في الكونجرس بيسقفوله خمسين مرة ويسقفوله على جسس اربعين الف شهيد فلسطيني عن اي حضارة تتحدثون شيء غريب جدا تعال بقى من الحضارة الامريكية واسرائيل الى الحضارة الغربية في فرنسا واحنا نبارح بنتابع افتتاح الاولمبياد في فرنسا وعلى ضفاف نهر السين وفي الهواء الطلق والاولمبياد في النسخة 33 باريس 24 وطبعا لاول مرة في التاريخ هتكون خارج اسوار الملعب في البطولة تقام في الفترة من 26 ل11 اغسطس الجاري طبعا الاولمبياد الصيفية 2024 منافسات في 32 رياضة اولمبية بمشاركة 10500 رياضي من 206 لجنة اولمبية وطنية او تبعتها مبارح لكن طبعا الاولمبياد عشان مصر اكبر دولة عربية مشاركة في الاولمبياد بحوالي 166 لاعب في جميع المنافسات بعدها البعث المغربية 64 لاعب اتمنى ان مصر تحقق المدليات التي تناسب مع العدد اللي موجود منتخب الجزائر الى 46 وبعدين التونس 28 الى اخره وفيه 8 فلسطينين بيمثلوا فلسطين في هذه الاولمبياد طبعا نيورك بوست قالت في محكاسة في محكاسة اخرى للعشاء الاخير في اولمبياد باريس تثير الجدل طبعا شفناها وانا بقول بشكل واضح يعني انا حاسس والاجزاء اللي شفتها ان فرنسا زودتها قوي في فكرة الاحتفاء بالمثلية وفكرة انه يعني انا الحقيقة شعرت بحالتش مئزاز عندما يتم الزج برموز دينية المسيح والعشاء الاخير وهذه الصور اهو قدام حضراتكم اهو الصورة اللي بتكلم على العشاء الاخير للسيد المسيح يسوع واهو قدام حضراتكم اهو ده الصورة ده الفيديو يا جماعه قدام حضراتكم ده العشاء الاخير اللي مستوحى من لوحة العشاء الاخير ليسوع شايفين الصورة يعني احنا عاملين طبعا يعني لان الصورة دي فيها حاجات عارية خادشة للحقيقة وعورات واضحة يعني انا معرفش برضو هل ده نوع من التحضر الزيادة ولا نوع من الخيبة اللي احنا فيها انا معرفش بس الصورة قدامنا دي شزوز وعري ومثلية وفي اطفال بيتم استخدامهم بهذا الشكل يعني انا معرفش يعني مش عايز حد ينظر للامر يقول انتو متخلفين لا والله مش متخلفين احنا متحضرين جدا جدا بس بقول يعني انو الحفل الافتتاح لولمبياد وحتى الرئيس ماكرون قال دي دي فرنسا يعني هو بقول دي فرنسا اللي فات تنوع وفعل حرية لكن انا مبارح وانا بتفرج كان عندي شعور بانو جينات البشر العاديين تتعفف من مش حكاية ان انا بقول بقول انو انا اعتقد الكنيسة الكاتوليكية والكنيسة الارثوزيكسية وكنائس العالم اعتقد ليسوا سعداء بهذه الصورة انا اعتقد انا لست سعيدا بهذه القصة ولست سعيدا بان يتم محاكاة لوحة العشاء الاخير لسادة المسيح بهذا الشكل اللي فيه نوع من يعني انا اسف جدا يعني حرية برحتك يعني لكن دون ان يكون فيه نوع من اصدراء او نوع من التمثيل الرخيص او نوع من يعني تقزيم الرموز الدينية يعني ما هي الرسالة التي ارادت فرنسا ان توصلها للعالم من جراء هذه الصور وهذه الفيديوهات اللي ظهر فيها نوع من يعني جايبين واحد وواحدة مشيهين الست اللي هم جايبينها راجل يعني عامل ست طب انت يعني انت خلاص ما عندكش ستات ده برضو خلت الحركة النسوية الفرنسية بدقين جدا جدا يعني انت تجيب واحد متحول تصدره على انه ده ست يعني انت بتقيد التحول والمثلية برحتك لكن ما تبرسش ده على ان ده الاساس اهو شايفين ده ده راجل متحول يمكن اهو واحد هم رافعين الشعلة طب هل انت ما عندكش نساء حقيقيات طبيعيات يعني انا برضو معرفش برضو القصة ايه والفكر ايه لكن نيويورك بوست قالت محاكاسة اخيرة للعشاء الاخير في اولمبياد باريس تتري الجدل وقالوا في الصحيفة تعرض حفل افتتاح دورة الالعاب الالمبية في باريس لانتقادات شديدة حيث اثار الحفل غضب المشاهدين في جميع انحاء العالم بعدما صخر عرض لراق السين من لوحة العشاء الاخير للفنان دينار دافنشي حيث تضمن العرض اشارات الى مجتمع الميم اللي هو مثلي الجنس خلال العرض قامت مجموعة من 18 فنان بالوقوف خلفه ما بدى وكأنه طولة طويلة مع وضع نهر السين وبرج ايفل بشكل مؤثر في الخلفية في الوسط كان هناك امرأة ترتدي ملابس مزخرفة مع غطاء رأس فضي كبير يشبه الهالة كما هو موضح في لوحات يسوع وابتسمت وصنعت شكل قلب بيدها بينما كان اقرانها يحدقون في الكاميرا قبل ان ينفجروا في روتين مصمم للرقص اقتحمت تعارضات الازياء المسرح لعرض الازياء المرتجل الذي شهد تأرجح المستهزئين المفترضين بالعشاء الاخير على طول الخطوط الجانبية وتحول العرض الى حلبة رقص في النهاية وصحفي كلينت راسل كتب لحسابه على اكس هذا جنون ان تفتتح الحدث العالمي الخاص بك عن طريق استبدال يسوع والتلاميذ في العشاء الاخير واضاف هناك اتنين واربعة من عشر مليار مسيحي على وجه الارض ويبدو ان الالعاب الالمبية ارادت ان تعلن لهم بصوت عال انهم غير مرحب بهم وكتبت السياسية الفرنسية السياسية الفرنسية مارين مارشيال عضو البرلمان الاوروبي على موقع اكس الى جميع المسيحيين في العالم الذين يشاهدون حفل باريس 24 وشعروا بالاهانة من هذه المحكاة الساخرة للعشاء الاخير اعلموا ان فرنسا ليست هي التي تتحدث بل الجناح اليساري الاقلية مستعدة لاي استفزاز وقال حساب البطولة الرسمي على منصة اكس ان العرض كان تفسيرا للاله اليوناني دينينسيوس لجعلنا ندرك عبثية العنف بين البشر ولوحة العشاء الاخير للفنان لينارد دافينجي رسم فيها المسيح معرض من الاتباع وكانت محط اهتمام تاريخي وديني كبير وتعتبر احدى اشهر الاعمال الفنية التي قام بها لينارد دافينجي الذي لم يكن فقط رساما بل كاتبا وعالم تشريح ومتخصصا بالعديد من المعارف الاخرى ويتمتع بمواهب كثيرة منحته جميعا لقب العالم الموسوع طبعا الصورة بتصير الغضب الحقيقة والصور يأثرت غضب كثير من طبعا كل دولة حرة تعمل ليه عايزة لكن انا بقول تاني القيم الانسانية المشتركة ان نحترم رموزنا الدينية المسيح سيدنا المسيح سيدنا عيسى يسوع نحترم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحترم سيدنا موسى نحترم سيدنا ابراهيم يعني يعني دعوة هذه الرموز ودعوة هذه هؤلاء الانبياء في مرتبتهم ومكانتهم دون اي محاولة لتقليل من شأنهم او السخرية يعني انت خلاص كل المسارات الفنية خلصتها وغاية عايزة اعتقد انه لاليق لكن لكن بيقول ان احنا عايزين نعمل انطلاقة جديدة وكأنها انطلاقة بديلة لانطلاقة المسيح او ننتهي مرحلة ونبدأ في مرحلة جديدة في كل احوال انا مدخلتش نوايا الناس لكن الصورة في تقديري شخصي وانا اعبر عن نفسي كانت شديدة العبثية وكانت مقززة الى حد كبير وانا بقول تاني احنا بنخرج من طبعتنا او بيحاول يخرجونا من طبعتنا الانسانية والبشرية عموما بالنسبة للبعثة المصرية نتمنى الخير ان شاء الله ونتمنى التوفيق يا سروت يعني عندنا بعثة كبيرة مياس تاستين اعتقد ان احنا عندنا امال وطموحات ان شاء الله يعني يحققوها بشكل كبير جدا خلال طيب قبل ما اطلع فاصل استقبل ضيفاتي الكريمة النهاردة الكريملين بيقول ترامب من النخبة الامريكية التي تعاني رهاب روسيا ولا ننظر اليه بنظرة وردية يعني الكريملين بيكلم على انتو ترامب اللي جاي ولا كمالة هارس اللي جاي افضل فقال انه ترامب بيخاف من ان بيتهموه بانه عنده حالة رهاب روسية زي الاسلاموفوبيا عندهم روسيا فوبيا بيضه برضو دلوقتي برضو انا بتكلم على امريكا امريكا بتدافع عن قانون بيكبر بايت دانس على بيع تطبيق تيك توك لانه قالوا تيك توك ده بيؤثر على الامن القوم الامريكي ويعملناش صلاحيات عليه وبيلعب في شباب في عقول شبابنا وولادنا الامريكان واحنا لابد ان احنا اما يشتريه يا اما يتنازل عنه يا اما نوقفه ديل اخد بالك ارجوك انتبه لهذا الخبر المهم جدا امريكا قدمت وزارة العدل الامريكي في وقت متأخر من يوم الجمع انبارة ردها على الدعوة المدنية التي رفعتها شركة تيك توك بهدف عرقلة قانون من شأنها ان يجبر التطبيق على البيع او مواجهة حظر امريكي يتبعه لنا يعني انا امام الحظر حظر للتطبيق كله ليه يا عم قال لك لان ده بيؤدي الى انتهاك للامن القومي الامريكي وعندما يكون هناك انتهاك لامن القومي الامريكي لان ما تكلميش على التعبير وحقوق حرية التعبير الولايات المتحدة الامريكية من خلال هذه القضية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شازة إلى آخره يقولون أنتو ضدوا حرية الرأي والتعبير الله يلعن حرية الرأي والتعبير بتاعتكم اللي خلت حفل العشاء الأخير يطلع بهذا الشكل ويلعن حرية الرأي والتعبير اللي تخلي المرأة المتحولة هي بديل للمرأة العادية يعني بتصراحة حاجة الواحد عيب أن نتكلم في هذا الكلام لكن عموما فيه إشادة أمريكية بمباحثات صريحة ومثمرة مع وزير خارجية الصين اتقابل بلينكين مع وزير خارجية الصين في اجتماعات سيان واتكلموا على تايوان واتكلموا على تسليح أو مساعدة روسيا مساعدة الصين لروسيا في التسليح والحقيقة كانت مباحثات أعلم جدا أن مباحثات الأمريكية الصينية لن تخرج عن إطار التنافس الخشن لكن لن يكون هناك مواجهة أمريكية الصينية يعني أعتقد أنه عندي بقى شوية لجان كده يعني خليني بس أنطقي منهم بكل يوم بقول لكم بس اللي جان بيعملوا إيه يعني شوفنا اللجنة بتاعة سعر الدولار شوفناها جبناها يا سروة اتكلموا بقى يعني على سعر البنزين وقالوا يعني هتبقى جمهورية مصر بس لأننا هنبيه العربية وده نكتة يعني أهي فرج هتبني استعرض بسرعة عشان بس أعرفكم اللجان بتشغل إزاي اشتغل كمل نفس الكلام بقى سماء مختلف نفس الكلام بقى سماء مختلف أهو أهو نفس الكلام بقى سماء مختلف لجان 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 الخلاصة الخلاصة مش أعرض حاجات تانية الحقيقة لكن خليني بس في موضوع عامل لغة طلوها جايبين صورة المونريل وقالوا لعبقرية في التخطيط العشوائي هتها يا ساروة لا سماء هتها يا ابني لا سماء اهي جايبين الصورة دي وقالوا لعبقرية في التخطيط العشوائي وقالوا لكلام قالوا لن الكبر دوت اللي بتاع المونريل مع اللي بتاع الدائري قالك الاثنين يعني تقاملوا في مكان فلازم يهدوا واحد فيهم يعني هو كل واحد من ده بيعملوا ألف شير يا جماعة يعني الصورة دي لما تتنقل للناس والشباب هيقول لك يا لهوة الدولة الغبية ايه اللي بيعملوا ده يا جماعة هيصدقوا هيقول لك ده الناس الغبية اللي بيعملوا هزا الكلام شايفين؟ شايفين الصورة؟ شايفين الصورة؟ وشغالين فوق نفس الكلام نفس الكلام خط المونوريل بخط اقتر ايه اللي ارطيه؟ ويقول لك بقى ده غلطه وهيهد واحد فيهم عشان يحولوا المسار شايفين الصور دي منتشرة بشكل كتيب جدا هات يا سروة هات ادي حقيقة الموضوع ادي يا سيدي طريق المونوريل و ادي طريق الـ LRT اهو شايفين الصورة دي ارجع تاني يا سروة لا سمعت ارجع يا سروة اهو شايفين عملها ازاي؟ شايفين تلاعب في الصورة شايفين هو ومصورها من زوايا مختلفة مثلا لو كان مصورها او مغيرها الصورة الحقيقة هاته تاني طلعت لا سمعت اه ايه؟ لما ايجي مثلا مليون واحد يشوفها مليون واحد يشوفها ايقول ايه؟ اقول لك يا لهوي البلد شفت يا جبعة ايه واحد بقى عام الناصر يقولك شفت الكبرى شفت يا عام انت انت اللي مش فهم حاجة انت اللي مش معانا اصلا انت اللي مش مش عايز دقيقة تركز وتشوف كم من من موضوع من هذه الموضوعات المختلقة انا بس عايز اعرف حضرتك انه اوعى تفكر ان الناس بينك تفكر لا ده هو بيرميلك بيرميلك قذرات في دماغك انت اوعى تقبلها ارجوك اوعى تقبلها ارجوك بقول الاخوان والله والله ما في اقزر من هذا اكاذيب ابطيل اضليل غش سخرية هذا العمل الدنيء الحقير العبث اللي بيحصل هو الهدف منه دماغك هدف منه دماغك وبعدين واحد يقول لي هو هو انت ضد حريط رأي وتعبير لا يا سيدي مش ضد حريط رأي وتعبير ده مش حريط رأي وتعبير ده كذب ده كذب بواح الهدف انه ايه دور على الهدف الهدف انه يشككك في دولتك الهدف انه احبطك الهدف انه يخلي الافق قدامك مقفول الهدف انه تقول مفيش فايدة ده الهدف الاساسي اللي هو عايزه عايز عقلك ومعنوياتك يهبط بيها ده اللي عايز اهو نفس الكلام اللي قاله محمد نصر من يومين وبقولك انا لازم اثيء الظن مش احسن الظن اثيء الظن لازم عشان خاطر احبطك اشتغل يبقى فيه ناس بتاكل عيش على اساس انه هو يحبطك طبعا انا شايف النعيب علي ان انا اقول هذا الكلام لحضراتكم انتم اكابر انتم اكابر المواطن المصري من الاكابر لانه بيفهم المواطن المصري بيتولد الطفل بيفهم في السياسة بقول انه الهجمة لانها كبيرة وانا بقول هنا قبل ما اطلع فاصل ارجوكم اعلموا جميعا انه الكلام اللي احنا كنا بنقوله من عشر سنين عن حروب الجيل الرابع انا بقول تاني الحروب اللي احنا بنسمع عنها وبنعرف كتب التاريخ والفرسان والشجعان والسيوف والدروع والكلام ده كله وبعدين الدبابات والصواريخ والصواريخ العابرة ده اسمها حروب الزمن الجميل هنسميها حروب الزمن الجميل هنقعد نتغنى بها فاكر الحرب بقى لما كان الصاروخ الباليستي بيطلع ولما كان الصاروخ الحبر اللي مش عارف لإيه فاكر ده الطائرات وف 16 وف 35 والميراج ده زمن جميل هنمال ايه يا عام اللي دلوقتي الحروب اللي عندي حروب قذرة حروب رقمية حروب سايبرانية حروب بتعمل فقط ميدان عمل الحروب زمان ميدان القتال دلوقتي ميدان عمل الحروب عقلك هو عايز يشتغل على عقلك هو عايزك تحبط بيشتغل على معنوياتك بيشتغل بالبلد عايز يقرفك عايز يخليك كاره نفسك تصحى من نم صدع وقرفان مش طائق حد الكلام اللي بقوله مش كلام نوع من الوعز ابدا كلنا بنتعرض لهذا الكلام فبقول تاني لما تكون كل الدول اللي جنبك باركة في الأرض أنا بقولك بالبلد كل الدول اللي جنبك خلاص ضائعة كل الدول المحيطة بيك شيف دول خليني بس مقدم كل الدول اللي جنبك عندها فشل سياسي أو فشلة سياسي الدول فشلة مفيش دولة وقفة على حيلها غيرك عندك جيشك الوطني عندك مشروعات التنمية بتاعتك عندك مشروعك الوطني شغال عندك عاصمة جنبت البني عندك 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 والخلاف اللي بنتكلم فيه على أولويات التنمية وغيره لكن أنت عندك دولة شغالة لم تتوقف لحظة المفروض أنت قاعد بقى يعني إيه الطبيعي بقى الطبيعي قاعد أنا كده يا فخور وفرحان وقول الحمد لله وإحنا سعداء ويطلع كل الناس معرضة قبل مولاه يقولوا الدولة العظيمة بالرئيس العظيم أن إحنا فعلا مستقرين وأن إحنا وأن إحنا ونا لكن يسيبك تعمل كده وتشعر بالفخر الوطني والفخار الوطني وتزداد سيقدك في نفسك لا هو عايز يحبطك يبدأ يعمل إيه يقولك نشوكت بكل حاجة يبدأ يقولك نسيق الظن بكل حاجة زي الواغد الحقير الرخيص اللي بيقول لابد أن إحنا نسيق الظن بكل شيء وعلينا أن نسيق الظن بهم لا نحسن الظن حتى ولو تعلقوا بأسطار الكعبة علينا أن نسيق الظن بهم حتى لو تعلقوا بأسطار الكعبة وعلينا أن نسيق الظن بهم لا نحسن الظن ده أحد الأوغاد اللي بيقول إن إحنا نسيق الظن بهم وبقول له يعني يعني فعلا الكلاب تعوي والقافلة تسير وبقول تاني انه فعلا خيانة الاوطان يعني هي جريمة الجرائم التي لا صلح فيها مهما طال الزمن خليني قبل ما اختم بس الراجل اللي اسمه احمد عبد العزيز اللي كان مستشار محمد مرسي الاعلامي يقول لك متخصص في الهوية البصرية كتب مقال في عربة 21 بيقول ماذا يجري في مصر تكلم انتها فيه تكلمه عليه راجل كتب مقال طويل طويل جدا جدا يعني مقال طويل جدا معرفش رئيس تحرير النشرهولو بيكلم فيها على القرار الجمهوري اللي بتنشر في الجرد الرسمية اللي بيفوض رئيس الوزراء في بعض صلاحيات رئيس الجمهوري يعني ده مين اللي كاتبه احمد عبد العزيز اللي كان تخيلوا يا جماعة كان مستشار رئيس الجمهورية للإعلام والهوية البصرية تخيلوا بهذه السطحية تخيلوا بهذا الغباء بيتكلم عامل تحليل باقي يقولك ماذا يجري في مصر وإيه اللي حصل وإيه التغيير الدرامي وإيه 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 خلينا أقوله يا أحمد أنا آسف يا أحمق هذا القرار ده قرار قديم مع كل رئيس بيفوض رئيس الوزراء في هذه الصلاحيات لكن لأن الدكتور مصطفى مدبولي قدم استقلته وأصبح رئيس الوزراء جديد مش تعديل وزاري فبالتالي هذه القرارات التي كانت قد صدرت له ومن قبله الدكتور للمهندس شريف اسماعيل ومن قبله المين نفس الصلاحيات اللي الرئيس بيمنحها بتفويض وبقرار رئيس جمهوري لرئيس الوزراء هي هي ده مش جديد بالمناسبة يقولك هو هو الرئيس عمل تفويض لرئيس الوزراء ليه هيقولك ليه لأنك غاب لأنك مش عارف مش فاهم مش عايز تفهم بقولك ده عادي والدليل إن سليم عزوز حاول يدينه درس حاول يدينه رحمة عبد عزيز والإخوان درس قال لهم أهو قال لهم علشان محدش يسرح بيكم تفويض السيسي المدبولي في عدد من اختصاته ليس جديدا وليس أول رئيس يفعلها فمع كل تشكيل الوزاري يصدر هذا القرار بالتفويض فبعد اختصات استنادا للقانون رقم اتنين واربعين لسنة سامعة وستين وكل رأساء أصدره مثل هذا القرار وأصدره مثله الرئيس محمد مرسي ومن يريد الحصول على نسخة من هذه القرارات فهي في حوزاتي نصلي على النبي ونبطل القصص ده مين ده واحد من عندهم وشاهد شاهد من قالهم أنا بقول لأحمد عبد العزيز استمع إلى سليم عزوز ربما تفهم لكني على يقين أنك لن تفهم لأن فعلا يعني المشكلة ليست في الفهم والمشكلة ليست في البصر وإنما في البصيرة وإن شاء الله بإذن الله ينطبق على أحمد عبد العزيز ورفاقه قوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع فاصل ونعود أهلا بحضراتكم من جديد ها خلال الأسبوع الماضي كنا بنتحدث حول الحكومة الجديدة وأيضا في نهاية حلقات الأسبوع الماضي تحدثنا عن مجموعة من التعديلات المنتظرة في القوانين التاريخية التي كانت تحتاج إلى تعديلات خاصة في رحاب ما يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني من مناقشات مستفيدة لأول مرة حول قانون الحبس الاحتياطي وقدمنا لحضراتكم حلقة متكاملة حول هذا الموضوع ولأول مرة بيتم منقشة هذا الموضوع في الهواء الطلق في وسائل الإعلام بعدما كان هذا الأمر ومناقشته محرماً أو مجرماً لدى بعض أصحاب النظرات القصيرة في كل الأحوال ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات القليلة الماضية وحتى هذه اللحظة بيحظى باهتمام الدولة المصرية الرسمية وأيضاً النخب المصرية والمجتمع المدني المصري وأصبح العالم بينظر إلى مصر نظرة مختلفة من الممكن أن لا نكون قد وصلنا إلى ما نريد وهذا بالقطع لكن نحن في الطريق السليم نتحرك دعوني أرحب بضيفتي الكريمة سعاد السفيرة مشيرا خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سعاد السفيرة أهلاً وسهلاً بشرفاني وموراني أهلاً بيك والسلام حضيك طيبة وانت بقى بساحة يعني الحقيقة منظومة العدالة وتعديلات القانون الإجراءات الجنائية وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي هو موضوع الساعة والكل اللي بيتكلم فيه اللي عندهم طموح لتغيير الواقع إلى الأفضل واللي عندهم طموح أن نصل للعالمية والناس اللي متخوفة أن يكون الموضوع فقط للاستلاك المحلي لكن عندي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في ضوءها وفي إطارها بنتحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان هو المايسترو الذي ينظر ويصدر قراته أو يصدر تقاريره التي تعبر عن حقيقة ما يجري في مصر كلمة مع حضرتك أنا بشكر حضرتك أنك أثرت موضوع يأتي في مقدمة أولويات المجلس قومي لحقوق الإنسان اللجنة التشريعية للمجلس قومي لحقوق الإنسان نظمت عدد من الجلسات التشاورية اللي جامعت قامات قضائية من العدل ومن الدخلية أيضا ومن الجامعات أخصائيين في القوانين وأعضاء اللجنة التشريعية في مجلس قومي لحقوق الإنسان تحت عنوان الحق في محاكمة جنائية عادلة الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه النهاردة هو أكبر من الحبس الاحتياطي تعديل قانون الإجراءات الجنائية ده يعني قانون الإجراءات الجنائية ده صمام الحق والحريات يأتي بعد الدستور على طول فدي خطوة مهمة جدا بدأها مجلس النواب شكل لجنة فرعية واللجنة دي اشتغلت لمدة سنة تقريبا المجلس قومي لحقوق الإنسان عضو في هذه اللجنة والحقيقة مشارك مشاركة فعالة من خلال اتنين أعضاء خبراء من المجلس فالنهاردة إنه الحوار الوطني يتولى دراسة هذا الأمر ده إسراء للشغل اللي بيقوم به البرلمان حاليا وكله بيأتي في إطار تنفيذ الدستور هذه استحقاقات دستورية والدستور 2014 إذا كنا بنتكلم على الجمهورية الجديدة فالدستور 2014 هو أحد علامات الجمهورية الجديدة إنه بيجعل هو الإنسان أحد أعمدة الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة أحد أعمدة المجتمع فقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات دي قوانين ديناصورية يعني عفى عليها زمن كتير تعرضت لتعديلات كتيرة تعديلات جزئية يعني تقريبا شوء يعني ما بقتش كده كيان متسق فالنهاردة الأفضل إن إحنا نعد قانون جديد متكامل متناغل متكامل حديث متطور لغة واحدة مية واحدة فلسفة واحدة يأتي تنفيذا لدستور 2014 طبعا الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر لحقول إنسان اللي أطلقها فخامة الرئيس ثم دعوته للحوار الوطني كل دي مسوغات نسترشد بيها في هذه الخطوة العملاقة التي يقوم بها البرلمان هي اللجنة الفرعية في البرلمان تقريبا انتهت من عملها وستتولى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان نأمل إنه ما تكونش تعديلات جزئية يعني طبعا موضوع الحبس الاحتياطي وضرورة تحديد الحبس الاحتياطي ويعني تخفيق وبدائل الحبس الاحتياطي وكل مقيل لأربع شهور وطبعا اللجوء يعني الحبس الاحتياطي مفروض إن هو إجراء احترازي صحيح من ضمن إجراءات التحقيق صحيح فلا يصح إنه هو يصبح عقوبة خصوصا إنه لسه ما تحكمش صحيح وعندنا مبدأ ثابت مبتهم بريء إن المبتهم بريء حتى تثبت إدانته صحيح فالمجلس قومي لحقول إنسان من خلال أعضاؤه والتشاور مع جهات أخرى ذات الصلة وذات الخبرة حطينا الرؤية بتاعتنا وهي تتخطى مسألة الحبس الاحتياطي طبعا الحبس الاحتياطي مهم جدا إحنا لسه راجعين وفد المجلس قومي لحقول إنسان معا لي الأستاذ الدكتور أنس جعفر والدكتور محمد ممدوح وأنا مثلنا المجلس في اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقول إنسان في مدينة سلالة بسلطنة عمان وكان الموضوع برضو يتعلق بشيء مشابه ألا وهو التخطيط من أجل إنفاذ الرؤى الوطنية من خلال مقربة حقوق الإنسان فإحنا النهاردة وإحنا بنعد القانون الإجراءات الجنائية لابد من اتباع مقربة حقوق الإنسان ولدينا يعني مرشد رائع ألا وهو الدكتور ومواد الدكتور في العديد من مواده ممكن إن إحنا نستلهمها لوضع دكتور يعني يقوم على رؤية حقوقية متسقة يعني تعالى سفيرة وحاربة كريمة لحقوق الإنسان وإحنا عايزين نتطور ونصل إلى ما نريد وده قضية داخلية وليست قضية خارجية إحنا لا نرضي أحدنا ما نرضي أنفسنا للتطور الطبيعي للدولة المصرية والجمهورية كما تفضلت سيادتك لكن هناك تناقض بين ما نراه في الخارج ونراه حتى على حدودنا الشرقية في غزة وما تقوم بإسرائيل وهذه المرات من التصفيق التي تخطط الخمسين مرة لنتنياهو في الكونجرس الأمريكي وهو قادم غارق في بحر من الدماء ألا ترين تناقضا بين المبادئ التي تنادي بها الدول والمنظمات الأممية عن حقوق الإنسان والعهل الدولة لحقوق الإنسان وما يقومون به من ملاحظات للدول زي مصر مثلا وما ترعاها هذه الدول من إرهاب حقيقي أو من انتهاك لحقوق الإنسان يعني حقوق الإنسان الأساسية في الحياة بيقتلوا هؤلاء يعني تعليق سيادتك على هذا التناقض وجه نظرك فيه هو طبعا كلام حضرتك مظبوط لكن دعني أقول أن هذا التوقيت يدفعنا للتمسك أكتر وأكتر مزيد من التمسك بحقوق الإنسان لأن إسرائيل كانت بتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط النهاردة هي بتمثل أمام محكمة العدل الدولية بارتجاب أقصى وأفزع الجرائم ضد البشرية ضد البشرية إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قصري فالحقيقة طبعا دي سياسة وكلنا عارفين وضع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتانياهو طبعا أول واحد صحيح ينتهز هذه الفرصة وراح عشان يسلم على الرئيس بايدن الخرق من حلبة السباق وألقى كلمة ملتهبة أمام الكونغرس وأخذ عصفة من التسفيق لكن كل هذا لن يعفي من الاتهامات الصدرت من محكمة العدل الدولية والنهاردة إحنا لازم نصمم على حقوق الإنسان ونحرج هذه الدول أنه الأراء اللي عبرت عنها محكمة العدل الدولية تنفذ وترى النور والسياسة لا تتدخل عن طريق مجلس الأمن واستخدام حق النقط ضد لتمييع هذه الاتهامات ضد إسرائيل طبعا القرار اللي اتخذته إسرائيل مؤخرا بخصوص معارضة إقامة دولة فلسطينية ده لابد أن إحنا نقاتل بكل ما نملك من قوة ديبلوماسية قانونية أن الحل الوحيد هو في حل الدولتين وأن الشعب الفلسطيني يحيى داخل دولة تملك مقومات الدولة مش كيان هاش وهمي هاش صحيح وهمي هاش ده المطلب اللي إحنا لازم نصمم عليه وزي ما نتانياهو راح واشنطن وحاول أنه هو يدخل يستفيد من الوضع السائل شوية في فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية بالضبط وظروف انسحاب بايدن وإحلال كمال هارس مطرحه إحنا كمان لازم نمارس هذه السياسة ونحاول أن إحنا نعبر عن رأينا ونفرد وجهة نظرنا لأن الحق معانا هل المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي حضرك بتترقسيه مع مجموعة ونخبة محترمة من المختصين هل بيراقب بيتابع تطورات الحالة الحقوقية في مصر بشكل كامل وهل هناك فعلا قفزات قد تحققت خلال الفترة الماضية منذ إطلاق الرئيس للاستراتيجية ومنها يقول إنسان وإخلاق السجود القديمة وتحويل فكرة الإعقاب إلى آخره حتى وصول المرأة إلى يعني مناصب قيادية داخل وزارة الداخلية في الحركة الأخيرة أنا سعيدة جدا وبهني معالي اللواء منال بتعينها مساعد لوزير الداخلية ده أول مساعد لوزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان وهي نوشيطة جدا أعتقد أنت المفروض تحتفوا بيها في المجلس طبعا طبعا أنا نزلت بوست على الفيسبوك يعني رحبت بالتعيين وده الحقيقة مش جديد علينا دلوقتي لإن إحنا عندنا مساعد وزير العادل لحوه الإنسان برضو قضية يعني جليلة يعني لديها خبرة عظيمة فتمكين المرأة النهاردة هو أحد القفزات اللي حضريك بتتكلم عليه لكن إحنا محتاجين نعمل قفزات ممثلة في مجالات أخرى يعني حضريك الدستور إحنا سعاداء إنه هيتم تنفيذ الدستور فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية هناك نقاط أخرى في الدستور محتاجين برضو نحنا نشوف تنفيذها وده هيمثل قفزات زي المفاوضات المستقلة للقضاء على كافة أشكال تمييز فإحنا ماشيين بس محتاجين نسرع شوية ومحتاجين مزيد من القوة والمجلس قومي لحوه الإنسان محتاج مزيد من المساندة والتأييد لأنه المهمة بتاعتنا مهمة مش سهلة خصوصاً إنه يعني دي أجندة وطنية طبعاً إحنا اللي حطناها فلا يوجد مبرر إن إحنا ما نمشيش بقوة في تنفيذها فإحنا طمعين عايزين مزيد من الاهتمام عايزين مزيد من الدعم وإحنا الحقيقة يعني بنشتغل بمنتهى القوة والفعالية على الأرض من خلال سواء نشر ثقافة حقوق الإنسان بين فئات مهمة جداً في المجتمع زي الشباب في الجامعات زي العاملين في الوزارات بالتعاون مع البنك المركزي في برنامج رائع مع كوادر وزارة المالية عملنا ورشة وبكرة إن شاء الله في ورشة تانية وزارة التضامن وزارة التربية والتعليم فإحنا محتاجين فعلاً إن ثقافة حقوق الإنسان تبقى هي سلق بلدنا طيب الثقافة الخاصة بعقوق الإنسان سلق بلدنا كان عندي مقترح لحضرتك إنه إحنا في الإعلام عندنا مشكلة شوية في اللغة الدولية لحقوق الإنسان إحنا بنتكلم عن حقوق الإنسان كمبدأ وطني وأجندة وطنية وبنتكلم وفي نفس التوقيت بنهاجم هذا التناقض بين المبادئ اللي بتعلنها بعض الدول وممارسة على الأرض وبننتقد فكرة العبث بتقرير حقوق الإنسان للتأثير على السيادة الوطنية في بعض الدول أثناء هذا الهجوم والهجوم المضاد إحنا ربما نقع فيه أخطاء في اللغة الدولية لحقوق الإنسان هل يمكن أن يتم تنظيم دورة أو ندوة أو مدونة سلوك للأداء الإعلام الصحفي في مقص حقول الإنسان أنا سعيدة جدا أننا نسمع الاقترح ده يجي من حضرتك لأن إحنا بالفعل نظمنا دورة للعملين في وسائل الإعلام ومستعدين ننظم عشر وعشرين وثلاثين دورة إحنا جاهزين لأن حقيقي حول الإنسان وسيلة قيمة جدا وسيلة فعالة لحل المشكلات المستعصية هي أسلوب حياة أكتر ما تكون شعارات يعني المتهم مش في الشعارات عشان كده أنا بقول لحضرتك في تطبيق بالزبط إحنا محتاجين كل مواطن يعرف حقوقه ويطالب بحقوقه يعني مشكلة الأمية عندنا إيه إن الست اللي متعرفش تقرأ وتكتب بتخش مكتب أو مصلحة حكومية مكسورة الجناح النهاردة حقول إنسان اخترعت للست دي إن هي صاحبة حق والموظف اللي قاعد ده عليه التزام قانوني إنه هو يخدمها وحطها فوق رأسه لأنها صاحبة حق قبل ما اخدمها وحطها رأسي ما نعلمها وفك لها الخط ما نعرف من إننا اللي ربنا يعني حباني بأسرة علمتني وقاعد على مكتب أخدم المواطنين صحيح أساعدها إنها تعرف حقاها لكن حل المشكلة جزرية بقى هل ده يمكن إنه هو يكون أحد أهداف المجلس اللي هو حقوق الإنسان حقوق الإنسان في التعلم حقوقه في إزالة أميته في محقوق أميته ده مهم جدا ده مش بس حقوق إنسان أهداف تنمية المستدامة الهدف الرابع الحق في التعلم اللي بيدم الجميع ساعد سفيرة إحنا إحنا فشلنا في محول أمي طبعا أنا بأيدك إحنا فشلنا وإحنا على فكرة بالمناسبة عندنا برنامج مع الهيئة العامة لمحول أمي وتعليم الكبار ومحول أمي عندنا بقى هنعلمهم حقوق الإنسان ده برنامج كبير جدا حيبدأوا أحد لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية برئاسة العضو الدكتور محمد ممدوح مع الهيئة العامة لمحول أمي وتعليم الكبار هنعلمهم حقوق الإنسان وحنعلمهم من خلال الممارسة الحياتية يقرأ ويكتب أو تقرأ و تكتب لأنه حقوقهم بضيع لما ما يعرفوش حقوقهم حقوقهم بضيع وبياخدوا قرارات بتضرهم هم أكتر من أي حتى عندنا تقريبا الأمية في مصر يمكن 18 أو 20% أو أكثر بص حضرتك إحنا مشكلتنا الكبرى الزيادة السكانية لأنها بتفرز ما هما البتين مع بعض بزا بتفرز الأمية بتفرز الأمية وبتفرز الفقر لأن الأسر الأفقر ما هو اللي بتخلف أكتر فالسفيرة سبب ونتيجة لبعض الأمية بتؤدي لذات الخلفة لأنه بيجيبوا خلاص لا مش بيجيبوا خلاص هو بيجيبوا عشان بعتوا يشتغل أيوة يعني هو الخلاص لكن في التعليم بيصرف عليه التعليم بيصرف عليه فدي نقطة لازم نتنبه لها إن أنا دايما مهتمة بمعدلات اللي تحق بالتعليم لا أنا لازم أهتم أيضا بنفس الدرجة من الجدية بمعدلات التصرب من التعليم الناس اللي بتتولد واسمها ما بيظهرش في كشفات المدارس أو يسجلوله وبعدين يقعد شهر شارعين ده يغذرني في التحول الرقمي اللي احنا بنعمله طبعا طبعا بس مهم كمان التواصل مع هذه الأسر والشرح لها يعني ده ده يعني أنا سعيدة إن حضرتك بتصير النقطة دي وده اللي احنا هنصمم عليه في البرنامج اللي حنبدأه مع الهيئة العامة وحننمحي أمية أعداد كبيرة أنا أنا يعني آسف والله إنه لبقى طيب حضرتك بس أنا موضوع المحو الأمية والزير السكانية أنا كنت عمال أفتش في دفاتر قديمة يعني طبعا يا عام الرئيس عبد الناصر وحنا بندعو طول عمرنا أيوة وللأسف الشديد لم ننجح لم ننجح لأنه الدليل إن أنا دلوقتي النهاردة مية وستة مليون نسمة معلش فبالتالي كل برامج تنظيم الأسرة ما جابتش نتيجة المرجوة معلش وكل برامج محو الأمية جابتش نتيجة المرجوة معلش بس حصلت عندنا لمبة نورت كده علامة مضيئة لما معدل الزيادة انخفض بمية تسعة واربعين ألف نسمة عن التعداد اللي قبله فابتدينا نشوف نتيجة من نتائج الاهتمام بالتعليم إنه ونرجو إنها تستمر يعني إنه نكبح جماح الزيادة السكانية والحقيقة إنه أي برنامج يتناول القضية السكانية دون إن يكون هناك تعليم أو يعني يسندوا برنامج تعليم بالذات تعليم المرأة تعليم الفتاة ده مهم جدا جدا في الوقت اللي أنا برتقي بخدمات تنظيم الأسرة وتدريب الأطباء والاهتمام بالحوافز بتاعتهم أهتم بإن كل أسرة تخلف لازم تودي ولادها المدرسة وأشد أدية الخناق على المأزونين اللي بيوقعوا زواج بيصدقوا على زواج الأطفال ويشيلوا عايزين تغليز تشريعية المأزون لعب كده هو بيبرم عقد الزواج وما يصدقش عليه يخليه لما يبلغوا السن القانونية ده كلام فارغ وإنه لازم العقوبة اللي بتوقع على الموثق تشدد وتبقاش جنحة لا جناية ويبقى فيه مزيد من الجدية لإنه إحنا مش بس بنتكلم على زيادة عددية إحنا بنتكلم على انتهاك حقوق الأطفال اللي بتتولد في أسر بتنكر عليها حقوقها يعني هنا اللي بينتهك الحقوق مش الدولة الأسرة لكن الدولة مسؤولة إن كل مؤسسة تحتها بما في ذلك مؤسسة الأسرة تكفو الحقوق أفرادها فده موضوع مهم بالعكس حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا هل سأسر حضرتك نطلع فاصل خصير شو فاصل خصير ثم نعود بقوا معنا من جديد ساعة سفيرة يعني بالتأكيد هناك مجموعة تشريعات بيهتم بيها المجلس خلال المرحلة الحالية والقادمة ايه أهم حاجات عينكو عليها؟ طبعا إحنا اتكلمنا على قانون الإجراءات الجنائية طبعا الإجراءات الجنائية وأنه أأكد تاني وسمتي ده هي نصور أأكد على أنه مش بس الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية برمته لازم يوضع يتم إعادة سياخته ليعكس المتغيرات الجديدة من المهم جدا حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة من المهم جدا تخفيض اللجوء للحبس الاحتياطي واللجوء للبدائل والنهاردة في ظل التطورات التقنية اللي حصلت ممكن جدا يا الإسورة يا تكبره أنه هو يتردد على أماجي على يعني يعمل أقسم شرطة أو غيره أقسم شرطة أو يقوم بخدمة عامة أنه النقطة اللي احنا لازم نهتم بيها مش عقاب من أخطأ قد ما هو يكون منع الجريمة يعني هدف النظام العقابي أو العدالة الجنائية هدفها يجب أن يكون إيه؟ حماية المجتمع اكتشاف المخالفين بسرعة ومحاكمة المخالفين أو المرتكب الجرائم ولكن الأهم هو تأهلهم وإعادة دمجهم في المجتمع صحيح وده بيكلف أكتر لكنه هو ده الدول اللي نجحت في تخفيض معدلات الجريمة هي الدول اللي ركزت على التأهيل وأنا شايفة النهاردة وزارة الدخلية ابتدت تهد سجون قديمة وكبني مراكز تبني مراكز إصلاحه وتأهيل هي مش الفكرة إن أنا بابني مكان نظيف لا هي فكرة أنا بعمل الناس اللي جوه فالسافة اللي قاب تغيرت تماما بالضبط أنا بعمل الناس اللي جوه دي إزاي أنا مش عايزة أخساره كمواطن وده برضو يرجعني للحبس الاحتياطي إن أنا لما بحبسه بدمره كإنسان طبيعي بدمره وبيعادي الوطن وبيكره وبيبقى وبيبقى موز اجتماعيا وحمل وقع بعبقى المجتمع بالضبط فالحقيقة إنه هو مضر جدا وبعدين موضوع التدوير ده برضو مضر جدا فالنهاردة أهم حاجة إحنا بنتطلع إليها حبس الاحتياطي ما يزيدش عن فترة معينة ولتكن أربعة شهر حسب الجرائم بقى الجناء ولو فيه عقوبة إعدام يعني كل كل له مدة معينة مناسبة لها مدة بس الحقيقة يظل إجراء احترازي وليس عقوبة صحيح يعني ما نفقدش كلنا متفقين الغرض منه ما إحنا متفقين بس عايزينه يتنفس ده إحنا في حقوق الإنسان العبرة بالتنفيذ يعني لما أتكلم على الحقوق هل الناس بتتمتع بحقوقها ولا إنما حضرتك هتديني شعارات بقى وتقولي تعزيز وترويج وحماية لا الناس لازم تمارس الحقوق عشان أقدر أقول فعلا إن أنا بنافذ الدشتور طب إنتم جمع أجلس عززته وحميته إحنا زي ما بقول لحضرتك لا نتدخر جهد في التوعية بهذا وعندنا برامج مع عدد كبير جدا من الوزارات مثلا وزارة العدل برنامج رائع بتنفذه وزارة العدل إن القضاء بيحكوا خبراتهم في القضايا اللي تناولوها ومن خلال الأحكام اللي أصدرها القضاء بنعمل دليل تدريبي رائع ده رائع عشان نوعي أي مسؤول حيسافر يقدم تقرير لمصر أو يتحور مع جهة أجنبية حول حقوق الإنسان فالقضاء هم اللي بيحطوا الدليل التدريبي والحقيقة البرنامج التعاون مع وزارة العدل ماشي كويس جدا بمختلف الهيئات القضائية فإحنا فعلا شغالين يمكن الجرائد ما بتكتبش عنا يمكن المجلس بحكم تركبته ما إحناش بقى من الناس الهدين الطيبين اللي هس هس لا طوله نهار بنتخانق مع بعض واختلافات في الرأي وبتحل تنوع بالعكس أنا بقول لحضرتك إحنا يعني تقريبا معظم الوزارات عملنا لها تدريبات حضرتك كلمت على الصحفيين عملنا لهم تدريبات وحنعمل تاني وتالت ومهم جدا في شغل مجلس قومي لحقوق الإنسان إنه ما يبقاش كله منه فيه لازم يبقى معانا جهات أجنبية عشان التعاون الدولي أحد أدوات تنفيذ حقوق الإنسان شايفنا إزاي؟ شايفنا بلد كبيرة وبلد مهمة واللي بيحصل في مصر بيأثر مش بس على المنطقة العربية لكن بيأثر على العالم كله وبالتالي هم نفسهم إن إحنا نعمل مجهود أكتر ونعمل إنجازات أكتر وإحنا نقدر نعمل أكتر عشان كده المقدمة اللي حضرتك بدأت بيها أنا بقولك إحنا عايزين مزيد من الاهتمام لإنه مصر قبلت إن الخارج يقيمها أنا تقييمي ما بيتمش من مصر أنا تقييمي بيتم من التحالف العالمي اللي أنا ماضي معها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة اسمها لجنة الاعتماد بتحط معايير وأنا بقدم أقول لها أنا التزمت بالمعايير بتشوف اللي أنا كتابت وتقولي أنت التزمت هنا أنا بس ما التزمتش طب هو عارف إنه ما التزمتش في دي والتزمت في دي ما فيش حاجة بتستخبى يا فندر يعني ما فيش حاجة بتستخبى خايفي كلهم من وكلاء بيديهم حاجات لا 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 بص حضرتك موضوع نظرية المؤامرة ده ما بنشتغلش عليه خالص آه فيه اسدواجية معايير لكن بطلع واتكلم وقلت دي اسدواجية معايير إنما إحنا بالغين ودرسين وفاهمين وبعدين إحنا اللي صغنا اتفاقات حول الإنسان فإحنا عندنا ظروف يعني إحنا مرينا بثورة 2011 والظروف كانت صعبة صعبة جدا دي كانت ثابت علامة إن إنت النهاردة ما تقدرش تسيب الحبل على الغارب لإن إنت شفت لما الزبته حصل إيه فإحنا النهاردة آه وصلنا وبقينا البلد ماسكة حضرتك المقدمة الجامدة اللي قلتها آه البلد جامدة وجيدة وكل حاجة اللي عايزين نعمل أكتر من كده في حقول الإنسان إحنا كمجلس بنساءل يعني بيقولونا إنتوا محتاجين يبقى عندوكوا استقلالية أكتر من كده ليه يا سيدي إحنا مين اللي قالك إن إحنا مش مستقلين إنتوا ما بتطلعوش بيانات تنتقدوا فيها الدولة فده معنات إنكم مش مستقلين أحد الأمثلة يعني يعني إدينا مثل كده إنتوا انتقدوا الحكومة في إيه مش الدولة الحكومة انتقدوا الحكومة في إيه عشان تترجموا إنما إحنا الدولة موفية بتاعهداتها معانا فيما يتعلق بالميزانية اللي بتجيها لنا فيما يتعلق بالمقر الدولة موفرة هولنا مقر محترم جدا جدا طريقة اختيار الأعضاء هم عايزين يبقى بالإعلان في الجورنان وأي واحد عايز يشتغل في المجلس القومي اللي هو الإنسان يقدم وحضرتك تعمل لجنة وتعمل انترفيوهات وتعين بناء عليه طبعا دي يعني أحد الملاحظات اللي هي ما بتأثرش قوي على التقييم بتاعنا أو التصنيف بتاعنا لكن في حاجات تانية زي اللي قلت لحضرتك عليها ان انا طلع بيان في الجورنان وقول انا مش موافقة على سياسة الحكومة في الحاجة الفلانية هي كت مفروض تعمل الشيء الفلاني ده هم بيروا انه احنا مجلس وقالك انت مجلس شبه حكومي يعني عشان ما بتنتقدش الحكومة ما بتنتقدش الحكومة فانا بقى حضرتك في المقدمة النارية اللي عملتها دي نفسنا فواحدة للمجلس خلاص نعمل كده سهلة جدا خليه بس يعني تسمحيلي بنقطة خلاف شور طيب يعني انا دايما اضع يدي على قلبي من بعض النهايات الترفية وهذه ليست نظرية مؤامرة بعض ايه؟ بعض النهايات الترفية اللي موجودين في البلد جوه البلد موكلاء لمنظمات حقية برا بيكتبوا حاجات واحنا بنشوفها بيكون في قلب الواقع وحضر نفس الواقع بيكتب كلام على امزجة الجهات الممولة له على حساب الحقيقة وانا مع الحقيقة زي حضرك بالزبط انا الاحظ هذا لانه في بعض الناس بيرتبط التمويل بتاعهم بانه يكتب كلام ضد الدولة ضد الحكومة هنا بقى مثلا يعني عندي نموذج بهيدين حاسم هذا النموذج كثيرا في هذا المكان ما فنت كل اكاديبه واباطيله واضليله بهذا الكلام انه رجل وصل به الحال انه يكتب مذكرة يقدمها للامم المتحدة ومجلس الامن ضد الدولة المصرية الدولة المصرية مش الحكومة المصرية كيف اتعامل معه هل يعني انا مش عارف انا اشعر ان هناك من يخدم اجندات اخرى وانا لا اؤمن بالنسبة المؤامرة هو حضرتك يعني قلت اسم هو فعلا احد المنظمات اللي بعتت للجنة الاعتماد اللي تلوهم يعني هو بيطالب بتخفيض التصنيف بتاعنا عايز يخفى التصنيف المجلس الاعلى المجلس القوي لحقول انسان في مصر اه ولهذا السبب اللجنة مأجلة الاعتماد بتاعنا على عكس منظمات لدول اخرى في المنطقة حوالينا اجددوا لهم الاعتماد بنفس الدرجة لانه مفيش حد من ولادهم عمل اللي هو عمله يعني مفيش واحد هاجم بلده ويقدم مذكرة في بلده غير بهيدين حاسم اه بس هو هاجبنا احنا مش لحضرتك بقى عشان انت برضو يعني اعتيك من الحرج انا بقول للمشاهد بفكركم بفكر حضرتكم لما وصفته ووصمته انه خاين وعميل ده بره الحوار عشان لو احملك مسئولية انا فعلا وصفت هذا الرجل بانه خاين وعميل وارسل مذكرة لمجلس الامن بيهاجم فيها الدولة المصرية وارسل مذكرة الامم المتحدة والنهاردة هو بيقدم مذكرة بيرفض فيها وبيوصف فيها بعدم اعتماد المجلس القومي لحقول الانسان لاغراض لا يعرفها الا ممولي بهيدنا حاسم فضالي فضالي الحقيقة طبعا انا مش هقدر اقول الكلام اللي حضرتك قلته يعني ولكن انا عايزة احول هذه الازمة الى فرصة ازاي بقى فضالي انه هو بيتهمنا ان احنا مجلس بيحابي الحكومة وان احنا مجلس غير مستقل فاحنا حضرتك سألتني على اهم القوانين احنا قدمنا للبرلمان بالفعل لمجلس النواب مشروع قانون لتقوية صلاحيات المجلس القومي لحقول الانسان بما يتماشى مع مبادئ باريس وهي قرار لجمعية العامة الامم المتحدة صدر يحدد صلاحيات واختصاصات المجالس اللي زي المجلس قومي لحقول الانسان فاحنا بعتنا هذا المقترح لمجلس النواب ونأمل انه يتم اقراره وان احنا نوفي بالمعايير هو طبعا يعني الواحد بيحزن لما يشوف واحد من اهل بلده بيحط عقبة هو ايه قوته او احجيته انه الجهة اللي بتستمع له او تأخذ من كلامه على محمل الجديه لا هو حضرتك دايما اي تقرير جاي من جمعية اهلية بينظر بينظر اليه اه على انه مصدق بس هو مش فوقسه مصر واي تقرير جاي من حكومة هو مش فوقسه مصر معلش واي تقرير جاي من حكومة بينظر اليه على ان الحكومة دي بتتجمل او بتجدب يعني هو دايما كده فهو لما يقول علي مجلس شبه حكومي فالكلام اللي انا بحطه في بيان الامتسال بتاعي هيبصوله على انه مش حقيقي ان انا بقولهم انا مجلس الدولة بتديني ميزانية كويسة عملا لي مقر كويس عندي قانون بيديني صلاحيات جيدة يعني المادة التالتة من القانون المنشئ للمجلس بتديني صلاحيات عريضة ولاية واسعة وعندي الولاية بتاعتي بتغطي جميع انحاء الجمهورية وايمين بدور عندنا منظومة شكاوى يعني قوية جدا وبنساعد ناس كتير جدا جدا ولكن هما بقى طلبين انا اسف والله يا سامحيني مين هي جهة الاعتماد اللجنة الفرعية للاعتماد هي زي ما تقول حضرتك تقييم النظراء نظراء هما مش خبرة هما ممثلين لدول وده برضو احنا ارتضينا بيه يعني مفيش حاجة في مجال حقوق الإنسان بتفرد عليك كله انت كل السيادة الوطنية هي العنوان فانت قابلته وبعدين انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانة اه انا حكون افضل حالاً مصر حكون افضل حالاً لما يكون المجلس قومي لحقوق الإنسان اقوى ولما يكون ممارسة حقوق الإنسان اقوى واحنا ماشيين في هذا الاتجاه يعني مصر بتصدر استراتيجية لأول مرة في تاريخها واللي بيحضر الاطلاق الاستراتيجية رئيس الجمهورية عندك دستور لأول مرة دستور ممتاز ممتاز يعني احنا النهاردة بنتكلم على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبنتكلم على الحقوق حقوق المتهم في مرحلة التحية وكلام ده كله موجود في الدستور احنا مش حاب نخترع كلام جديد فأنا عندي مقومات اللي انا محتاجه أشد حلي شوية وأمارس الكلام اللي مكتوب على الورق طيب برضو معلش مش قادر حالة ضيق شديد من احنا متضايقين اكتر منك لان انا لما شوق طبعا احنا متضايقين جدا الموضوع ده مش يعني اهانة كبيرة المصر اهانة كبيرة المصر ان تصنيف المجلس ينزل اهانة كبيرة لا يمكن نقبلها فاحنا النهاردة شغالين على مدار الساعة طب هو بايد دين حسن وجمعيته او مؤسسته اللي موجودة في فرنسا بتلقى تمويل كله من برة مش موجود معايا في مصر مايعرفش اللي بدور في مصر وهو هربان بقى له سنين برة ايه المصداقين اللي خدها عند هؤلاء ان هم يصدقوا كلامه واحنا عندنا حاجات دلائل على انه اه في مكايدة للدولة المصرية نتيجة انه جوز بنته رجل في تقوه مجنقل وعلى عبد الفتاح انا بسأل بقول احنا ما عندناش لسانة نقدر نرد ونقدر نرفع عليه قضية نرفع عليه قضية يا فاندم احنا احنا بنرد وبنكتب التقارير مش انا بتكلم على المجلس لا ما هو الخصومة مع المجلس مباشرة مع المجلس اه طبعا هو يعني بيتهم المجلس بانه مجلس شبه حكومي وانه مجلس مش مستقل وبيحص اللجنة الفرعية الاعتماد انها متجددش الاعتماد بتاع المجلس بمرتبة ألف احنا عندنا مرتبة ألف ودي مش اول مرة نتعرض لهذا الموقف يعني حصل قبل كده سوابق بس كانت ظروف مختلفة وقت ثورة 2011 لما كان فيه قلق وحريق مقر المجلس اللي كان في مبنى الحزب الوطني والكلام ده برضو اجلوا التصنيف فبس انا طبعا ما كنتش في المجلس وقتها ما عرفش مين اللي كان وراء هذا انما المرة دي هو معروف لان كل حاجة في العلن يعني هي اللجنة بعتت قالت بناء على التقرير الوالد الينا من الجهة الفلانية وبعدين هو قاعد لنا يعني هو ما بعدش توصية مرة واحدة مرة واثنين ودي تالت مرة انه يعني احنا ما كنا في السفرية في عمان قابلت ناس من المفاوضية وكل حد بقابله بطرح مع الموضوع الحقيقة اللي الموضوع مدايقني جدا فلاقيته بيوريني على طول طلع لي على تليفونه بيان جديد هو بعته يعني حضرتك عارف اللي ماسك كورباك كده وعمال كل شوية يضرب بيه كل شوية يبعت لما اللجنة قرر التأجل راح باعت يهنيها وبعد كده هو عارف ان احنا دلوقتي بنقدم بيانات اضافية فرح باعت عشان يقول لها يعني ايه لحسن بعدين يعني فهو طبعا حطتنا في دماغه طب ان اكيد في قانون بيحكم هذا كلام او في اجراء نقدر نقول ان نفضح بايد الحسن انه مورد انه غير مجرد انه صاحب مصلحة ما هو ده ما هو ده اللي احنا بنعمله دي التأرير اللي احنا بنكتبه وكتبنا وبعدين زي ما بقول لحضرتك الاعضاء اعضاء المجلس خبرة فكل عضو عنده اضافة حطها وعملنا تأرير انت عرفوا بيمرس ايه؟ بيمرس ابتزاز للدولة المصرية اه طبعا اه طبعا اكيد انما احنا لازم يعني هي زي ما بقول لحضرتك هي ممكن تكون ازمة تتحول لفرصة انه المجلس يعني يعني يجد مزيد من الدعم عما يحصل عليه الآن الحقيقة احنا محتاجين نطلع شوية في الدوق احنا بنعمل شغل كتير جدا وشغل قيم جدا يعني سألتني على القوانين احنا عملنا مشروع قانون المسئولية الطبية بالحوار مع نقابة ده من اهم القوانين بالمناسبة اه احنا عملنا فيه شغل رائع احنا شغلنا على اعلى مستوى على اعلى مستوى يمكن ما بيتمش تغطيته في وسائل الاعلام بالصورة الكافية ولكن المتابع لينا على موقع المجلس كل حاجة بتتحط على موقع المجلس مشروع قانون المسئولية الجنائية مشروع قانون المسئولية الطبية اه سوري المسئولية الطبية خطاب الكراهية عملناه يعني لينا بصمة مهمة لتقريج السنوي بتاع المجلس لم يعدوا خبير ولكن قعدوا 27 خبير اللي هما الاعضاء كل واحد كتب جزء وتقرير محترم جدا وتم ترجمته للغة الانجليزية فاحنا كمجلس مجلس نشيط شغلنا جاية جدا لكن مش هقدر اقول ان احنا ليس في الامكان ابدع من مكان لأ احنا محتاجين دعم اكتر على الطريق سائرون ان شاء الله سائرون معرفة احنا بشكري جدا ساعة سفيرة الحوار رائع واحنا بنتكلم بشكل بشكل يعني في نوع من البساطة لانه المشاهد المفروض بيعرفوا عايز يعرف المجلس القومي عمل ايه وعايز التحديات اللي بتواجه ايه واهم انجازاته واهم احلامه حضرت تبضلتي بحاجة مهمة جدا جدا انه ما نقدرش نقول ليس في الامكان ابدع من مكان لانه الطريق طويل وشاق وفي عقبات وفي عطارات لكن احنا ايماننا بالقضية اعتقد انه اكبر من هذه التحديات احنا اكبر حاجة بتفرحنا ان المواطن البسيط النهاردة يعرف المجلس بيجي يخبط ويطلع ويقابل اللي هو عايز يقابله في المجلس بابنا مفتوح لينا فروع في المحافظات لينا اوتوبيسات بالتجوب المحافظات عشان ناخد الشكاوى من الناس اي مواطن ليه شكوى بنرد عليه ما حصلش ان مواطن كان عنده شكوى وقالوله لا فلان مش موجود ايه نوعش الشكاوى اللي ممكن تجيلكو كل اللي يخطر على بال حضرتك كل اللي يخطر تمييز عنصرية تمييز عنصرية طالب شغل يعني فيه حاجات طالب شغل حاجات اقتصادية وابتماعية اه اه بس ما بنقولوش لا بقى بنحاول نشبكو مع الجهات اللي ممكن تساعدو في المطلب بتاعه ما بقولوش لا ده مش اختصار ما عالش الجهات التنفيزية تاخد المضوع ما اخذ الجد ولا الحقيقة اه الحقيقة اه وبعدين احنا يعني الحاجة برضو اللي توري حضرتك ان المجلس ليه وجود وتقدير ان جهات مهمة جدا بتطلب انها توقع معنا بروتوكولات تعاون يعني النيابة الادارية مثلا بروتوكول تعاون مع النيابة الادارية ده بيمكننا ان اي مواطن يلقى تعسف من اي موظف حكومي على طول بنحولها النيابة الادارية بتاخد اجراء ضده وجهات اخرى يعني بنتعاون معها في حل الشكاوة الاولوية الاولى عندنا في المجلس هي منظومة الشكاوة والتأكد ان اي مواطن يعوز يوصل للمجلس بيوصل للمجلس سواء بالتليفون بالفاكس بالحضور الشخصي عندنا فرع في التجمع وفرع في الجيزة وعندنا 11 فرع في المحافظات دي الاولوية الاولى وعدد الشكاوة اللي بيجي لنا الحقيقة بيعبر عن ثقة المصريين في المجلس القومي لحقول انسان انه طبعا لما حضراك بتقول حقول انسان ناس كتير اي حقول انسان دي جهة مصرية ولا اجنبية انما النهاردة الناس عارفة ان لو عندك شكوة وروحت مجلس حول انسان هيساعدوك في تعاون بيننا وبين لجنة العفو الرئاسي وبنساعد ناس كتير جدا نتم الافراج عنهم وبعدين احنا بنتكلم على الحوار الوطني النهاردة الحوار الوطني لما يدخل في قانون الاجراءات الجنائية ووسائل الاعلام وحضرتك هنا تيجي تتكلم عليه وشوف بيتابعت كم حد ما بقاش قانون الاجراءات الجنائية ده حاجة صحيح صوفيستيكيتت كده بعيدة هو ده الهدف من الحوار الوطني مش انه بس يحدث في مقر امانة الحوار الوطني ولكن من خلال حضراتكو من خلال القنوات بيوصل لكل مواطن صحيح الخلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية ومن هنا انا بتمنى انه قضايا حرية التعبير عن الرأي لا تكون عقوبتها الحرمان من الحرية لأي سبب من الاسباب وده يمكن بيصب في التعديلات بيقوم بها البرلمان والنقاش اللي بيدور في الحوار الوطني وعلى ششات التلفزيون هتبقى خطوة مهمة جدا ان قضايا الرأي لا تكون عقوبتها الحرمان من الحرية في بدائل كتير جدا 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 برضو موضوع المسئولية الطبية ومحاسبة الأطباء اللي بيرتكبوا أخطاء طبية احنا غطناها في قانون مسئولية الطبية ونأمل انها ترى النور لانها برضو الأطباء لو طبيب أخطاء مش زي واحد بيروج لمخدرات او حد اتل او 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 دي نقط مهمة حتمثل ارتقاء بمنظومة العدالة بإذن الله سعد سفيرة شرفتيني يا مشكوري جدا سعد سفيرة مشارة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كل شكرة التغذير مرسي لحضرت شكرا شكرا منتها وقتي نلتقي غدا دون دون في عمر الله